في برنامج رابطة ثانية مع زميل اسكندر الحجام غدو المباراة هذه تقريباً كلها مصور ممتاز جد مصورة بكلها وهم الأهداف قاعدين يتعديوا سوادياً نشوفه في الأهداف كنت تفتح تحقيق في المباراة هذه اللي انتهيت 7-7 الجامعة التونسية كلفت ناجل الأخلاق في فتح تحقيق طبعاً بالنسبة للمباراة هذه علش سوادياً تفتح تحقيق في المباراة هذه بالذات يعني ولا يشوف احنا عندنا الرابطة المحترفة عندها ديزوفيسيال او علن هي ظاهير لأول مرة في تاريخ كورتة الخدام المحترفة نتيجة هذه تصير تنجم تصير تقول لي انت عندنا ناس ديزوفيسيال في الملعب هذا نهار المباراة اللي بلغوا الرابطة على شبهات الرابط دونك المكتب جامعي عنده قانون أساسي يسمحوا ليه باش يتعهد آلياً بموضوع كما هذا هاو نشوف الأولاد مستغربين حتى في هدفها ذي مستغرب دونك والحاجة الثانية عندنا معلومات مشاركة تكون غالطة على أساس ربما ثم من الأطراف الزوز ناس لعبة ريهان رياضي دونك احنا وقفنا اعتماد النتيجة هو أحنى الملف للكوميتي دي تيك اللي هي مستقلة ومنتخبة فيها أكثر كفاءات من أكثر الكفاءات في تونس باش تعمل إراهم هوش تحقيق باش نستوعبوا سخرة الناس أو غضب الناس لا تحقيق جدي واني نقول لك أنا ما عنديش صلاحية باش نفرض حكم من الأحكام على لجلة الاخلاقيات لكودي تيك واضح لا يسمح القانون الدولي وبالتالي المحلي إنك تكون تلعب في مباراة تلعب أو مشؤول وتلعن عن مباراة هذهك والقانون لا يحمل من يجهله في صورة ما تثبت تتوهمها سواء وقتها عاد أنا بش ندخل في صلاحيات اللجنة عما كيثم عقوبات كبيرة على المعنين بالأمر وعن نادي ولكن تقدير يبقى لجلة القيم ما يكون تصل حتى نوزول الفريق ما عنديش حق نقول باعتبار إنه صلاحيات لجلة الاخلاقيات مثلا عقوبات كبيرة تمس النادي وتنجب تنسل نوادي يزوز وتمس وثم رمى موامبالية في الهوند داك العامة في الهوند زي دافيتون الصار في العالم كل يسير وكي تحمل وحنان حب ننبه كل الاندي تونسية الرابطة أولى أو غيرها يتحمل مسئولية كل من تخول له نفسه التلاعب بانتيجة ولا حق الناس كيف يثبت التحقيق قانوزول ملاعبية فقط قاموا منا ومنا ثم عقوبات للنوادي أو للنوادي للنوادي أيضا ينجب يكون نادي ما عندوش علم سيودي عبد الله هكو رقانو رأوا شوف بربي هذي رئيس جمعية يتكلم يقول الناديش دخله وملاعبي يعمل غلطة يقول الناديش دخله رأوا ثم حاجات ملزمة للنادي ثم حاجات ملزمة للشخص اليوم كي ثم ملاعبي يعمل أنكودو بوان ولا أنكودو واحدة في لعدة يتعاقب هو برك كيم لعبية يخسروا جمعية ولي ربحوا جمعية جمعية يتقدر سبتوكو نتيجة سبعة سبعة موشو واحد ولا زوز عنها سي 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 وقتها ستة ما شريكي ولي ولي ستا رجل تفصي ما تنجمش تقول لا يا رجل تنخليها لغالب وتنعاقب لعبي هكو لا ملزم ويمسل كوماندي راجل لعبي حتى نتيجة تجلب لانتي بام أنا ترواحد ناوي يعمل تركاج في حاجة ما يعملش سبعة سبعة مع اي ناس مسؤول لا يتجاوج حدوده لا يسب الناس لا يسرق حق الناس ولا يلعب باري باش يستفاد منه هو ولا غير لو كانش خلطا قنا بكري برومو سبور كان جاء فرومو سبور أنا عرف من البارح لعبه ولا لا لو بره أنا تلوج عشرين شركة هذي تسئلها وهذي تسئلها ما هو صفار لعبه وملعبه شوين ما أنا بش يسعب شو إذا كان اللجنة شاء الله ومع العلم اللجنة متع الاخلاقيات عندها صلاحية إنها تبت في الموضوع الرياضيا وصلاحية إنها تعديل القضاء بيه بش نستغل وجودك معنا سيوة دي موضوع آخر صار عليها لغة كبيرة في الأون الأخيرة موضوع هلال الشابة ساعة في البيدي هل هناك جديد فيما يخص موضوع هلال الشابة والله يشوف موضوع هلال أنا كريش جامعة قبل قليل يبدأ عندي نادي عنده قضية في الرابطة ولا في الكوميشون دابتال من حقه بش يعلم الرأي العام ويعطي وجهة نظره عما كيف يطنب ياسر ويخرج على النتاق ونقول له راهو الضغط الإعلامي وهالسبان راهو ما يجيبش نتيجة راهو الملف يتربح قانونيا ما يتربحش إعلاميا بالسبان وسمحني بمحاولة تتجاوز وخلق فوضى بشكل عام دونك أنا اليوم مدام ينصح في الجامعيات بشتعمل هايك أنا بيدي نلتزم بهالمبدأ وهذه قضية منشورة لدى التاس دونك ما نحبش نعطي فيها برشة تفاصيل تفصيل بركة نجم نعطي هو لك على الجديد كان ثم بلادوري الهار واحد أفريل وتوخرت إلى سبعة أفريل ده مزي مزي وماش لحنا وخرنا تخلقت المعاصليات وطاس خلقت راهو لازيشانج لازيكوروتير تسكروا تقريبا من جنفية كاني من شغالت أخر جنفية بعد فريق الشابة بعد تقريبا شهر تطلب من التاس باش يزيد معطيات أخر دونك حل عشر أيام للشابة ومن حقنا نحن ردود معناها الشابة تستفيد من أربعين خمسة أربعين يوم معناها تقعد شهر كامل تحضر في ملفه بعد ذلك تطلب فترة إضافية نظر لي عندها معطيات جديدة وإحنا معنش حق الرجع وللحد وقتها الشابة كان ما طلبتش وما عملتش إجراء هذا لو صار نهار واحد أفريل صارت الشاسم المرافعة التاس واحد مش ناحنا طلبنا التاس واحد قالت مدام الشابة طلبت وثم مدة باش ترجع الجامعة تونسيين القادم دونك لو بريمي ما عادش شنيد قلنا نحن رأوا عنا حق في مدة باش الرجع فالتاس قالت أعطتنا مدة باش الرجع وقال طو نعلمكم لاحقا بالموعد متاع المرافعة دونك رأوا ملا رزمون خاد نسمح ببارش شكلها مغالط من نهار خرجت مرور كهاري الجامعة نذاك اضرابي نهار تسعتاش كان منش غالط وخرج اكتوبر ونهار ستة عشرين اكتوبر خرج سحامل المغرب ايدي بوي وبحترع قلنا حتى كلمة عشرين ثلاثين تصريح ما جاوبنيه جملة ولكن في الوقت وبارش أكلها مغالط ولكن في الوقت المناسب بعد ما يكمل الملف طو من أوله إلى آخره نعطيه للرأي العام كل الحقائق المسؤول على غالب كيكون رأوهو المسؤول يصبر يتحمل ما يجيبش يكون كل كلمة يرجع عليها كل ديكلاراسيون يخرج من غضوة يكلف لا نصبره نتحمله ولكن في وقت المناسب طيب كل إنسان يعرف ما نهار شنية فيها محق الجامعة شنو ولا وعلى كل حال الوقت يوري في حالة كان الحكم في صلاح إلى الشاب بسي وديها شنية سيناريو ننتظروه مثلا هو كيجي حكم يكون جملي فيه كل شي وقت نلتزم به ايه منزلوا بضع خطف المحديث على بطولة تونسية مثلا أنا راني منش تاس هذا يجاوبه الطاز هو فمبرشي كلم أنا عارف أنا عارفين أنا تعرف الطاز لكن أكيد سوادي عندك في تفكيرك بلان بي بلان سي في حالة أن عمقول لك حاج أنا التفكير بتاعنا اللي تقرروا الطاز نلتزم به والقرار بتاع الطاز يتبعوا كل شي حتى الشامبيناء وفات ولا ما وفات كل شي وقت نلتزي قرار الطاز هم سينا روية تشوفوا فيها سيودي على موقع التواصل الاجتماعي بلشة سينا روية تشوفوا فيها يعني على موقع التواصل الاجتماعي مثلا تخمينات كل عام نخلوه لكلام ما فيش نزول تخمينات ما فيش نزول ينزل فريق واحد يطلع كذا كان حكم كان يصالح فريق الشاب يطلع الشاب مع زوز في رقم للربط الثاني تشوفوا في اليوم على ثمانية ملين في تونس في باش فيسبوك على خمسين وسيلة علامة بين راديو وتلفزيون بخلاف اللي سيت كل واحد يفصل كي ما حب ويقولوا شي حب ونحن نحن قاعدين نعرف ورح نزول اش نعمل ونحن نزول اخرين مع العلم لن نتسامح مع أي جهة تتجاوز القانون أو تحب تخلق فوضى أو تسب الناس وتمسهم في نزهتهم وفي عرضهم وفي مصدقيتهم مهما كان ما بينات الفاصل كنت قاسين شوية لحقيقة مع أنا ما نجفش لعليك حتى التفاصيل لأنه أنا ما نجفش معاك حتى في تفاصيل نعرف نجف بيكون فهم اختلاف على مستوى قانوني أو على مستوى قرارات بتاتر مخالفة وغيره لكن ظلمت جهة كم معنات الثلاثة راو كلام سمحني بخويا راو كلام قالت على الأخر رايه سمحجة ملزمة للجامعية اليوم رؤوسها دول يقرر حرب بوشو شعب يقرر حرب والقرار يكون خاطئ يدمر شعبه كما كيف سمحني عد وكما اليوم برشة يتجمد الكورت القدم سنوات كويت سرطة مومالي توتشات ما هوش ما هوش وجو ذنب الشعب الكريم هذك ما عاشي تفرج على المنتخب متاعه وجو ذنب الملعب قارنة متاع الشخص أو أشخاص أنا محمش أتخذ معك حتى في دي تاي لا السيناريو الثاني سيودي إذا كانت توازجات مع الجامعة في موقف الجامعة هل سيكون هناك ليونة في تطبيق القانون كل حادث حديث يعني فام فام مكانية موجود بتاع صلح على الأقل لكل حادث حديث هذا اللي نطالبين وحنا خلنا من نوقعنا من نوقعنا هذا بلاي سيودي نحب نجاوبه جماهير هلال الشابة والهيئة الموديلة لها هلال الشابة راو هلال الشابة تحدثنا عليها في أول حصة من أحد الرياضي وآخر حصة للزميل معزبولاح يتحدث على هلال الشابة فقط حابين نوصلون لهم اللي را ما فيش لا ضغطات من خارج المؤسسة هذه على أحد أحد بالنسبة للموضوع وما فيهن وما فيش ولا حاجة جديدة في موضوع هلال الشابة ولما يكون فام جديد نطرحوه في برنامج الأحد الرياضي ويكون مماثل في برنامج الأحد الرياضي وانتظرنا المرافعات كما كنا نحكيه بشكون يوم 1 أفريل واخرت ل7 أفريل وقت يكون فام جديد بالنسبة ليلة الشابة فانها تكون موجودة في هذا المرفق العام اللي نكون لونه كل الاحتراف بربي سينا نزل هذه القطات أنا ساعة منتهم به بربي احنا شهمنا الجامعة توسيفي كل خدام في الأحد الرياضي بكل حسن تنفيذ بنود العقد ولا فقرة الموفيول احنا تربطنا عقد نتنقشوف العقد تقريبا في برمج المباريات الرياضية لا لا على حد رياضي تحليل الفني وهذاك ما يقلق ناش معنا انت بش تقول كيف هذا به وهذاك خائب وحقه لعب هاك ما العبش وشو يقلق وعليش نظغتوا علي ايش ههمنا دونك هو تنفيذ بنود العقد ولا الموفيول والموفيول عش تهمنا الموفيولة باش تكون ناشحة يلزم المعدات وتوفر يعني على الأقل عندك ثمانية عشر كاميروات يلزم الشخص اللي تجيبه يكون كفا يكون نازيه لانك اليوم ما فيولا غالطة تخلق مشكلة للحكام تظلموا تخلق مشكلة مع جمعية وربما تحير جهة كاملة معناها لانه مالورزمون ساعات ساعات نقول مالورزمون خطر برشة مرات ما فيولا تكون غالطة منحكيش على سنة بركة اجتهاد بشري بعض الأخويين في الموفيولا يكتب ده خطأ ما بين جمعية عندها قاعدة جماهرية صغيرة ولا قاعدة جماهرية يمشي معا قاعدة جماهرية الكبيرة بحلالة هي وحرامي ريونكا بشار يربح كالوديمات وهذا مش بار اليوم أنا اعتبرني ضاغط اليوم ثلاثة رجاء في التحكيم مش كون جاسي سليم بالخواس نحنا نحيناها من القيمة الدولي من الجمش يكون غضبان علينا من الجمش يكون نحنا يرضينا بش يكون سليم بالخواس في الموفيولا وحنا نحيناها قبل بشهرين جاسي محمد بن حسانة علقته بي أنا وبالجامعة لازل كل تعرف وقت كان حكم دولي كنت أنا رجل ممتاز وأحسن للناس كيخرج وليت أنا خيب وجاسي وحيد اللي هو أكبر مرة علاقة توترت مع التلفزة وقت كان هو في الموفيولا دونك ثلاثة هذوما بالنسبة لها هاد الزاد فرسير إذا كان نحنا نضغط ما نضغطوا بش ميجيوش أصلا بش ميكونوش في الموفيولا دونك راهو الكلام هذو راهو غالط وهاللبانة بتاع الزاد رانا المؤسسة هذي عندها رئيس مدير عام محترم ولا قادر أنا نضغط عليه ولا أنا نحاول وثم أنا رانا ما عنديش بش نربح منه لحذر يدي بش نضغط عليه دونك وعطيت الدليل الخطر أما رجعن ليك سيانيس وليل أنتم بساعات اليوم يجي غالطة متاع أسيسطان تقولوا من بين الشي اللي خلي الأسيسطان غالط أنه عنده ميترو غالط ما هوش أليني مع الوحدة دونك اليوم اللي قول راهو الكنترال هذا غريب وعجيب وكيفاش الجامعة تفرض بالكالماش تليفيزي تعد الموفيولا بالعكس نحنا تسهلنا معاكم برش لأنا بره وفر ثمانية كاميراوات في كل ماتش على الأقل اللي في روبا في الخليج خمسة وعشرين كاميرا وثلاثين كاميرا ويجيبها كل ما فيول أما أنت بكاميرا سنترال بعيدا بيات ميترو تقول لي هكا ورجوه ومشو رجوه تقول لي هذيك أنت بكاميرا واحدة سنترال وبعيدة تحكم علىها بكاميرا ومش بكاميرا أنا يا أخوية منحبش الحكم من تعيي تظلم ومنحبش أنا الجهة هيكا تتحير بالغضر جيبوا المعدات الفنية اللازمة دونك اليوم تحيني الموضوع أنت تحكي على كاميراو أنتو ما كنتوا صراحة قبل قلتوا أنه مو إمكانية أنه استعمال الفار في المباريات إذا اليوم تقول على الأقل لازم ثمانية كاميراوية أو عشرة أو أكثر من كاميرا في البطولة نحكي في البطولة إذا فما مبارات بشيكون فيها الفار أكيد نعرش أنا بشيكون التعامل أولا مع مؤسسة التلفزة التونسية بالنسبة للتصوير بتبيع الحال والفار وهون كيفيش يعني بالنسبة الموضوع هذا إذا كان قدوة لأقتر الله تونس بياش معدد كيفيش تحنا منعرفون شنو جديد ميلك أصلا في الموضوع هذا شنو فمجديد في الموضوع الفار إحنا بدينا مليمي على الفيفا وهو في تسعة أشهر فرماسي وفقونا على أنه بشامل وديكور أكسليري أربعة بارك أربعة ولكن إذا كان بلادنا اليوم إن شاء الله لا إذا كان بلادنا اليوم ما عندهش المعادات المعدات الفنية اللازمة بجمعنا عمش الفار هذا مش مشكلة الجامعة يجب البلاد توفر خاصة ولا ما عشنوها ولا كار ولا شموها المعدات اللازمة مستعدين اليوم لان شمت على الجامعة واحد تحب تعمل الفار وبيدينا في الفرماسيان وبيدينا نخدم على الفيفا غدوة كي جي إليكيب دولا فيفا حتى ثم يكيب كامبيتان وهي مسؤولة على الفار لا تعطيكش لغدوة كما عندكش المتيريات غدوة كما عندكش المتيريات لا تعطيكش وقتها مش ده من نح والستراتيجي سوديها بش تكون تدريجين مثلا على الفار مقابلات هو فلو القانون بش نعملتوكم دي ماتش بيلوت نجربو بيه نعم وبعد فتاتر ولو بشوي بشوي بخضرة نحن نحب ونس كل معنا خاطر بش ما يبداش دو بوائي دو مزير معناه ماذا بينا الماتشوات السابعة وان شاء الله ان شاء الله نخلتو ان شاء الله بيجدير ونخلتو على قلب في اخر الموسم هذا او على قلب في ماتشوات الكوب نخلتو نعملو كالكو ماتش بيجد بش هيك الموسم القادم وهنا دعوة اللي مستلفزة للدولة للبلديات في المسبة للبنية الأساسية الاخرى مش متاع المعدات متاع الكاميرا وغيره انو ناس كل تتعاون بش هالبروجيه ينجح لانو مش معقول اليوم نكون متأخرين خمس وست سنين على المغرب ومصر وغيره نحن نحب نواكبه هذا توجه هذا قرار خلطة الفيفا وراه ماوش بش يقولونا سفر اخطاء انت شفت البونتو متاع البورتوغال كيفاش تنحق وفي مستوى عالي وتنحق ومتاع عارضي ومتاع عارضي مي ما ثمش بار بار ثم بار ثم ليني دي بوت ثمين ما ثمش اوكي ثم كم بام دي ماتش اللي فيمح دي زوجو غالطين ولا دي بوتو ازيتي عكور دي بالبار ما لقل كانوا غالطين البار شي عمل هو يكون عندك سبع غلطات يقولي واحدة سقط لو زيرو ما نجزيش تبع خطر هو بيدو الفار ثمينيس تعطي في الخطات يا اخي نحنا بيرانتيس سينيغال وتونس تماي بيرانتيس حح يفكي ها هو نحاها الفار ولكن انت في كاس العالم المعدل في كاس العالم قداش الفار في مستوى عالمي سبعة في كون ماتش اذا كما ثماش الفار ثم اكثر من عشرة نتاج كانت تكون غالط دونك كمام عشرة نتاج دمنا خير ما نصلتاش غالط مهم برش دونك ان شاء الله احنا منخرطين فيه واحنا الرغبة جامحة ومطلقة من نسبة 100% ان شاء الله ان شاء الله الترفز الوطنية والدولة التونسية ما يغلقش عليها لانه هو في صالحة باش حتى العمبيون جنرال تكون بايا خير نقصوا الأخطاء متاعنا باش نكون مواكبين العالم سيده ان شاء الله من خير اللي كانت يوصلني دائما سورة الشراف حتى الامكانية الترفز الوطنية تحسين الامكانيات واليوم موجودة في كل مؤسسات العمومية ونقص الامكانيات هذية لأثر حتى على المردود اللي كنت تحكي علي أنت ساعت في بل ما ثم رموز حديث لأنه سيد وديع الجري في تصريح الامي يقبل كان كاتيجوريك كاتيجوريك واضح اليوم كنس معنا لكل حادث حديث ان شاء الله فما حوله فما نبرة هو تحسي وديع فما الشعب تحس يفرح حتى لما تدخرج بحاجة لالشابة تضمن كبير معه لالشابة في جهة كاملة هو معناتها لكل حادث حديث سيوديع الجري هو سؤال واضح قال لي كيف تربح الجامعة القضية تثبت حسن تعاملها مع النص احنا الشابة رأيه موش أدفرسير نحبونا ربحوه مي اضطررنا لمعطيات معاش بش نعاون نحكي علها قال لي كان التاس تربح ما لا ترأي تقديد قرار المكتب الجامعي اشكو السؤال هو مبطن ترجع الشابة ديفزيون سينك ولا ذا محل ها وش معناه هذا هو الواب يعني خد لك تكون لجونة في تطبيق القراء انا وش وديان جاري لقر فمكتب جامعي وقتها وثم موقفي انا نزمني اكيد تحدثت في الموضوع سيودي لا ما تحدثت ماش في مأخذت مطروحة كل احتمالات مطروحة انتم محبوب تطرحون انتم محرار احنا نطرحوا الموضوع موقف رئيسي القاضي السليم انا مش قاضي ولا لمحام القاضي السليم هو اللي يتعامل مع ملف ما يتعاملش مع افتراض كان جاني ملف ولا هيتانو حكم لا كيبدا مينوف يحكم احنا الشاب كيجانا ما نفحكمنا كيجي ملاي متاس قرار اتانو تعملوا معاه ونحكم بعد القرار انشاء الله يكون ايجابي للناس كل سيودي احنا نتمنى ويكون في محل والساعة سعلا يكون ايجابي لعلوية القانون انشاء الله ولنا انضباط باش الناس كل زادة تعرف حدودها لا سبيلة ولا مناهل باش لواحد يتمرد ويخلق يا نتحبوا ماخدة الخاطر خلناخدوهم في الدنيا الكل وكاننا نتحبوا نتبخوا القانون ما يثم ماش قانون كاسح وقانون طري تم قانون يتبق ولو ما يتبقش بروح بالقانون قبل ما نتحدث عن المشاريع الجامعة التونسية كنتو اصدرتوها عندي يوم 23 مارس المشاريع هذه سيوديا قبل ما نتحدث عن المشاريع هذه دائما نسوي اللي ترحلك هو على اخت وديا الجري بالسياسة في تونس هل هناك طموحات سياسية بخلاف طبعا طموحات رياضية اللي قد تكون في مستقبل مضموحات كبيرة اليوم أنا تبدأ عندي نقولها واضح أنا نعمل بمبدأ أعمل لدنياك كأنك تعيش دوما وأعمل لأخيرتك كأنك تموت غدا حتى في سلوكي شخصي حتى في حياتي أنا الشخصية هكيك أنا نحاول نبرمج الحياة التاعي وطموحاتي وفق معتاية موضوعية ونعمل استراتيجي ننجح فاهم أن ننجحش نتوفيق من عند ربي سبحانه وتعالى حاليا اللي في مخي هو أم باركور سبورتيف أريشان الانترناسيونال بدنا فيه ربي وفق هالطموح السياسي وقت يبدأ عندي تنقولها لي سوادي طوو مش موجود طوو حاليا لا عندي دو سؤالات فضل نسألك بالواحد ربي أنا أنا أقترح حاليا ثلاثة خطط وزالية وأعتذرت من قول شرف النرفة ومجلس النواب كثم مرات تصير دورات وظاهر يا بيك مودي سي العبادة كلهم لتعرف أنه ممكن أن تنجح فيه مش صعيبة بالنسبة لي أنا على الأقل في جهتي وما مجيدش ما شو مطلوب من أقول أخذ نحلة في معناه نمشي للجامعة 15 سنينة يشارت قدرش من المحطة وأنا 10 سنين قريبة 10 سنين في رئيس الجامعة وكل عام يقول ودي عنده طموح سياسي يا شنو هو طموح سياسي وقت يبدأ عندي رأي هو الطموح السياسي رأي هو شرف أنك تخدم بلادك دونك ما عندي عنش تخبأ منه رأي نتشرف أني ينقل نطمح خطفوني ما بداي لا انهار لي نبدأ تنخو ماوشو كيشفوك سعودية تقرب شوي للسياسة ياودي رئيس جامعة رأي مسؤولية وطارية دونك وطيك ماوش ولك عنده طموح رأي رأي رئيس جامعة رأي رئيس جامعة تهي في الجامعة تقول شني سياسك في الطيب تهي سياسة في حد ذات سياسة رياضية دونك المركز رأي يخليك تتعامل معارس الحكومة معارس الجمهورية مع وزارة الداخلية مع بيان شير هي لولة وزارة الشباب ورياضة ورد ماجل المهني تتعامل مع الولاد كل دونك هات تعامل يخرق كأنك انت خريب من السياس معاش نتعاملوا معها نلعبوا وحدنا خلنا مشو التفاولات حسين رضوين وخالد كيدا عندهم تفاولات قبل ما نشينا نحكو عن المشاريع وفهم بعض المقترحات للاتحاد الدولي اللي كرة قدم حسين شوف سوادي ثم اثنين مواضيع موضوع الولاني معضلة قول وحنا الكورة التونسية او الفرقة التونسية هو الموضوع المالي ناصم اليوم النوادي علش تعاني سوادي تعاني على خاطر الموز جيرانس الموز جستيون اليوم النوادي عندها منطقيا ومفروض اول عام ثم بيوتجين متاع نادي كل نادي يعرف شنوى مدخيله الواضحة والرسمية يعرف ويبرمج بها نحكي لك منطقين الفرقة المحترفة يبرمج بها ميزانيته شنوى هو الميزانية سلم الرواتب قدش نعمل روكريوتمون قدش باش نصرف يزمني في نطاق المدخيل المتاعي الواضحة صحيح ولا سوادي اليوم النوادي عنده مدخيل واضحة مسبونسورين ومليلي هو خمسة مليارات وهو يعمل سلم رواتب بمتاع 6 مليارات ويعمل روكريوتمون بأربعة مليارات ويصرف 20 مليار ومبعض يمشي رئيس النادي ويخلي النادي يغارق في 14 و 15 مليار يجي اللي بعده يواصل ومبعض يجي يلقى النادي في وضعية حارجة اليوم مثلا اكيد انت سوادي نطلع على كل شي مثلا نحتي مثال اللي بنسبنا مثال النظام في اوروبا فرنسا موجودة دين سي جي تسمع بها سوادي اللي هي مؤسة اللي مراقبة شو تعمل دين سي جي ذي يا أنيس جي تقول قدش البيجي متاعك بالبيجي ذي يلزمك لو وصل له من رواتب ما يتعداش مثلا 40% من الميزانية عندك 20% تمشي لمركز تكوين الشبان وما يتمسوش ما يمشوش لبلاد صخرة عندك هكا وهكا وتنسق وتقعد التراقب النادي بوردو كانت في التوب متاحة ترتيبها الثالثة ولا ربعة كملت نزلوها للدرجة الثانية علاش خطر ما احترمتش البيجي انتو ما كهيكل جامعي خطرته وش قاعدين طعمل انتو ما تنسوا ديع النادي اللي عنده مشاكل بعد 5 سنوات غرق كيفاش تلقاولو كيفاش تعاونوه علاش مش في البداية يقع وضع مثل هذا الهيكل حتى النوادي والرئيس النادي اللي يجي ما يغرقش النادي خطرنا رئيس نادي نجي نغرق ونمشي انا نحب نهز تيتر نصرف 50 مليار وانا عندي عشرة ومنخلصش الجوارات وجوارات عمين ما تخلصش وثلاثة جوارات مدربين يشكيوا هذه الحوكمة السليمة هذه مش موجودة طالبة حتى على المستوى سياس يا رضوين هذه كان جت موجودة رأوسيها اللي بون جوفرنوس احنا نشوفه وليماش موجودة يلزم نعملو هيئة رقبية تراقب النادي في البداية قدش ميزانيتك في قدش يلزمك تتعامل وفي اخر نوس اللي مايتعاملش يقعم وحسبته في الوقت ما تقعدش تركه هذا موضوع لول موضوع ثاني سيوديع يخص المنتخب والمنتخبات بسفة عامة خطر ديما احنا شنوى سؤالاتنا وكل يامنا ديما على المنتخب الأول المنتخب الأول اليوم في الجامعة ثم منتخبات متع شبان وثم مدربين خطرنا مثلا ما نعنديش فكرة صراحة على المدربين اسكو في اختيار المدربين متع في قد اوفا وقت بعتاش كل المنتخبات شنوى آلية انتداب المدربين مقاييس مقاييس اللي جيبوا بها اسكو ثم دي دوسيه ولا ملفاتي تقدموا اسكنتوا ما عندكم ترجي خطر اللي نسمع ثماش اسامي اللي نقولوا احنا كبيرة ولعبت في كورة في تونس وعندها اسم وعندها شهيدة متاحة موجودة ما نسمعوش شنوى استراتيجية في انتداب مدربين الشباب واضح هما هما شنوى بروبلم دوفان صحاح مية في المية شوف اولا نفرحان بحاجة قلت لك بش نعودها في الفترة الاخيرة تلعوا سبعة في رق جدد للربط المحترفة الاولى جدد واول مرة يلعبوا في الرابط المحترفة الاولى سيد بوزي شابة رجيش سليمان سليمان متلوي تطوين بنجردين ان شاء الله ما نسيت حد شي ورجعت باجة بعد سنوات وهذه مظهر من المظاهر العدالة الرياضي ترجيش عشر الاف سيك الشابة خمسة عشرين الاف سيك سليمان خمسين الاف سيك بنجردين كانت علاقتها بالربط المحترفة الاولى تلفز والحاد الرياض تطوين كيف كيف متلوي كيف كيف والناس متلوي يعرفوا الذاكرة متاعها عام من العوام في اللي زانيس اللي كانوا بشي طلعوا طيحوا بماش ندخل في تفاصيل هذية ماش نحكي على ديفرسير لانه منطقة عزيزة عليها حتى دونك هالعدالة الرياضية منصور ولاها الناس تحفظ حقوق الفرق هذية البيهي شنوع هو مش كلهم ما يعرفوش عام لابون جاسيون الفرق اللي طلعت هذي كل الجديدة هي اللي طوى بنسبة تسعين في المية تعمل في لابون جاسيون اوي هذيك عليش ناجحين هم عليش طلعوا صحي و عليش قاعدوا اغلبهم مانيش باش نحكي على بن جردان باعتبار انا النجم يكون سيبجيكتيف سليمان سليمان انا وقت جاني سيوالي جلاد للمكتب تاعي الثلاثة سالة تاري ولا يكن شخلين نطف للهواد كان الرابطة ثانية قل لي لا ينحب الرابطة الأول قلت ولا يبقى هي صحة ولكن في موخي قلت صحي بها الزخام الموجود في تونس العاصمة و تيس كابون و سيدي سوية ولاية نابل و تونس قلت زعم بشلقة كيفاش مع هذا كل حمام لنف و المرسى و استاد بخلاف الفرقة الأخرى ايبار قابلاستو و فاكبلاستو هذيك بيجي متوسط جدا هذيك اكسيلانت جسلانجاتيان الشاب كيف كيف ما كانش عندها مشكل مادي لحقيق و عرفت تطلع و في اول موسم كانت متميزة معناها رياضيا في مليو تابلو و وصل دمي فينال و مالجري الاشكالية اللي كانت موجودة لقاعت ناس تحفظ لها كل الحقوقها رياضية اللي خلاتها توصل دمي فينال و هذا واجبنا و مش مزي و تخلاتنا مليو تابلو ارجيش عشر الاف ساكر ارجيش كيتمشي هي امتداد المهدية معنى لازم تقع ارجيش سينو تقول هني مزلت في المهدية بعشر الاف و بحداش ناف ساكر اليوم ارجيش في مرتبط ثلاثة رابعة خامسة يطمح بشلعب انكمبيتشون على الشارع افريكان بميزانية مع حدودة جدا و بتصرف ممتاز جيس سالير امتاعم لعبي في جماعي اخر و بقية الفرق حد تسخف الاجور من نور اليوم عنا ستاة تونيزيان دي زادا معاسي جلال بن عيسى الواقع ثم رؤية في حسن تصرف المادي و عنده استقرار اليوم حمام المنفس حيح رتائجها الرياضية فهو عليها ما بين عام و عام ولكن معاسي فاضل بن حمزة ثم ايكي ليبر بيت جوتير متميز جدا ونهرينهم بعيد ميلادهم سوى دي سبب و سبعين حمام المنفس ما شاء الله عيد ميلاد لكل حمام المنفس تحهم لكل سكان المنطقة مش كان الجمعية دونك عديد الفرق ربما نسيت اكيد حتى الاخرين نعم هذو ما اللي خادوا في الذاكرة تالي مو نعرف اللي بيت جيم تحهم شوية اليوم بار كونتر قروان ضحية نقص ما ورد اليوم هذيك عندهم باسكيت و وفوتبول وظهاري العرش حوند عندهم عند تبعين نفس الجامعية اليوم بالبجيه هذيك ما تنجم يشتعمل مانتي صعب جدا مسعب جدا فهمتني وثم عشرين الى خمسة وعشرين فلمية من الفرق هي ضحية حسن سوء تصرف مش معنى سرخة سوء تصرف لا لا سوء تصرف سوء تصرف في الاموال الموجودة مش معنىها أنا نمشي على قدر امكانياتي ياخوي هذا المنطقي انا اليوم ما عنديش امكانيات باش نزيب سي خالد وسي حسام وسي رضان ما نجيب هامج نجيبهم ومنخلص هامج تخسر دوبلا ما تنجحش لان الجو يبدو مكهربة ومش خالصة الناس وتخسر كريدي بيليتين بتاعك وتقرق الجامعية في الديو هذيش خلانا نعملو خلانا منذ ثلاث سنوات نعملو قوانين جديدة عملنا بلافرماند صالير دي بريم دراند ما كل المساحقات المادية هنالي ميتين معنها نعمر دي متاع ريكريتمون ولا ثمانية بركة سنوات عملنا اكسيبسيونال ما خاتل الكوفيد وغيرو نقصنا من اللاعبين حينها مجملة في الرابط الثاني لأجانب دوك عملنا دينا زير اللي رينا طابلوت بورد حاسر باش خل يعرفتو طابلوت بورد حاسر عنا سبعي في المية من نزاعة نقص على مستوى محل على مية ولا وثلاثين بركة عليش خطر ولا تنستخلص والأجور ولا تشوي ثم بعض الفرق ما نجمش نسميها خطر ما نجمش نحرجها حقيقة المسلمين انتحها على الأقل نقول علوا البار على رواحهم برش وعملوا ديزان جاجمون فنانسي كبار لهم مش قادرين عليهم ولليوم الجامعية هي في الأخر ضحية هم خسروا فلوسه وثم حكام ضده وثم الشيكات ضده والجامعية ما استفادتش لأنه رك ما عندكش لي موايان لعملوا تمنع بشيكات العامة ونجينا رطيها اي سلام عليكم وعملنا حاجة ثانية هي اللي قلت عليها أنتي عملناها وبدنا نفعلوا فيها وبدنا مثلا نحن عندنا جامعيات لليوم ممنوع من الانتداد بقارنوا أن نحن يتغشوا الجماهير هاد ماكتعرف الجامعية كيف نجي قارنوا فيه فقولوا يعطيهم الصحة الفيفا صادقين وعادلين وما يرحموش كنجي من نحن الجهة مستادفة وانتي متكرها الجهة الفلانية وانتي جهة وانتي قليمي وانتي كذا كذا وانا ما يسيرش ماذا ما موجودين في الباصلة هذيك عرضوا للسبب وطلق حن وجلدك شن طبقنا القانون على بعض الجامعيات حفاظنا على الحد الأندن من الاستقراف المادي مهوش ماتفة لأنه كانوا ديما بسيرش ديما بسيرش بجي نهار مش نلقاهها بك دي مليار يا دي مليار لا عثم الجامعية ولا عثم إمكانية إنقاذ على الأقل تاو اللي نقول فيه الجامعيات اللي نحكي عليها وخط ما نسميهاش عملية إنقاذ ما زيت ممكنة أكثر من هيك ما عاشتناش بالنسبة للشبان نسلك علي حسين هم مقترح شوف اليوم الشبان اليوم نسمع في برشة ناخد مهر كنزاري ماهر كنزاري اللي عمنا سيس إشيانس في اليجا على ستة نجح في خمس 2007 كان في الكادين نجح في الكاريداس مشال كوب دي موند ثلين أول منتخب نجح دوزيام تور في 2007 في 2015 كان أول منتخب بترشح الكوب دا فريق أمتاع اليز أولمبيك في 2021 أول مرة نلعب كاسة فريق ونترشح كاريداس أول مرة على خمسة واحدة ما مونجي الأولمبيكي اسم معروف ونجح في مستوى أقل من يوين الاتجاح مع الإدارة الفانية مشي لزورماتور لأنه مهوش اللي عمرة أنتم تعرفوا بالقدار يودي سيت ويوين ما مش كيف كيف جملة أقل من 15 سنة مش كيف كيف جملة سيلا فورماسي والإدوكاسيون فهمني وجربنا بعض الأحيال مدربين عندهم اسم مع صغار منجح ناجح وغلطنا وبدينا نصالحوا في رواحنا دونك سي ناجح مثلا في الوديسات ما خيرت ما يجي تتفرج عليه كيفاش يخدم ما خيرت ما دونك صلحنا من رواحنا أك عليش اليوم خذينا عن دو ميل تلازي ميدانية برونزية أول مرة في الكادي أمشينا مرتين كوب دي موند في الكادي ومرتين نمشيوا دوزيان تور أمشينا المرة رولة الجينيور أخذينا ميدانية برونزية في الجيو ميد بعد ألفين وواحد وبعد سبعة وسبعين ميدانية برونزية أخذينا نتحسنوا في مستوى الشبان ما لقري هالحكاية متعلقة العمار وانسيد السود ما نحبشوا تخل فيها لازمنا نتعاملوا معها ما نتسببوش به وبدنا نقدموا شوية وبدنا نتحسنوا شوية وشان عابد يوفقوا كيفاش طريقة الاختيار حسب دي سيفي هذا الكاتيجوري هذية يلزمها ألانترنور عنده تجربة في مستوى أفريقي لأنها قريبة من السنو ولا هذا الكاتيجوري لزمها لتوء انفرماتور اللي عملت تجربة هذي وإلو حتى شخصيته تمشي مع الجيل هذك خالد نتعسفنا علي شوية ميسيرش مش مشكلة جوستنا توا في مستوى المنتخب الأول بعد ما عملنا نصف نهائي بالإمكانيات الموجود عملنا كوب جمال كل يوم النجم نقوله المنتخب متاعنا وقيت باش يمشي الكوب دافريك ومراهن جدي على اللقب وإلا في قولوا اللي باش يمشيوا كل عادة نصف نهائي ولي باش يحصل يحصل دونك أنا حاسب رأي معاشك الولاد دي شاتروني بالموجود من إمكانيات كوسوسوى فنية إمكانيات مادية اللي هو اللي طوام باش نطلعوا البارة الفوق ونحطوا ضغط إيجابي مش حالما فرسي تعتاش مكان بلانتيكو نصف الفينال واللي وعدنا زينا نعرفوه هو المنتخبات الكبيرة لكل يقول لك الوبجيكتيف هو لديمي في نار وبعد يقول لكل يحدث الحديث كاريداس هو الوبجيكتيف خطر ساعات الكاريداس يبدأ أربع منتخبات كبار ماشي واحد أخو من الناس كل شير عمات كيما تنجم تربح كيما تنجم ما تربحش مي احنا بعد 15 سنوات باش نمشينا الكاريداس من الفين وربعة في تونس نمشيناش كاريداس كان في الفين وانساعتاش قربنا معاكم انتوما قربنا في 2013 قربنا في 2015 في الانتيسي شير اللي ذكرها قربنا في 2017 مع الجيل ولكن كل مرة من الفين وربعة ما ما وصلناش لديمي فينال كان في 2019 توا ما يقول لك الوصول إلى مستوى معين به لما كيفاش نقاط فيه اليوم بالجيل هذا لازمنا نخدمه ديما باش نوصله المواقع المتقدمة وراه ديما جيك في البركور ساعات في الكاريدو فينال لجيك منتخب كيفك ولا حتى أقو منك كما تنجم لشانسي والويقال معنا خطر تعرف لريبارتيسيان دو بول وكاريدو فينال ضد شكور ولكن نفسيا ورياضيا الهدفها متاعنا ديما انه يكون على الأقل نصف نيال والأقل منتخب تونسي مطالب انه بشكون في نسخة أفضل من نسخة لفيت نذكره مع ألان جيريس كانت نسخة صراحة مش باه للمنتخب تونسي والله البيه يقعد كان لنتيجة النتيجة تقعد باه وليكن زيزي معناها حتى في الحاجة البيه يجب أن يطلعوا حاجة خائبة ولا برتغال كانت عملت هذا كونستان البرتغال ما عملتش روند موبا وقدت كوب ديرو وإيطالي أخذت كاس العالم عملت حتى ماتش عملت به دونك اليوم ينخدو كاس فريقة ينخدو كاس فريقة كما إيطالي اختتكسر عالماش نكمل وقت ليقعد هو اليوم يقعد احنا في 2096 كانت من أحسن اللي كوب دا أفريكا عملنا عملنا بريمي تور خايبرش عملنا ماش كودي فور مانعن بدناها بتعادل موزنبيق وخصرنا كونتر غانا زوزو باش بعد وبالنتيجة ضد القبو مش ترشحنا وبعد عملنا في ماتش زامبيا دونك ايش قعد عملنا في نال وعملنا كوب دا أفريكا ممتازة في 96 هذا اليقعد عمل نجم الحسب ينزل مش نجم رضوين نقل معك رضوين داخل سؤال ونمش نتأخير حبيت نسأل سؤال سوديها كونسرنون القانون الهيك الرياضية فماشي تحين فماشي سعي مع السلطات ولا مجلس النواب أو كذلك لأنه مش معقول في بطولة محترفة نحكيه معنات البروفيسيوناليزم فعيل وتحيين المشروع هذي اللي تطرح في أكثر من المرة وتحط في الرفوف حبيت نسأل فماشي تنتاتيب منكم على القليلة بيش نحاول واني فوكس يوجه هذي والسؤال الثاني نحب يقول أنه كونسرنون سياسة متاع لعيبي شمال أفريقيا يا هل ترى مع المرور الوقت هذي السنوات اللي استقطبنا فيهم اللاعبين يا هل ترى ترى أنهم مسوا من المنافسة متاع اللاعب التونسي ولا معناتها فكرة غير إيجابية نوعا ما هذو ما لديه كيستيون وجوز نحب النوة باستراتيجية أخيرا متاع اللي جون لأنه بالحق تعلمنا هو كان يحكي مثلا على منتخب نور حضرية ومصعب سيسي ويوسف 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 والجنيراسيون هذيك ما استفدناش منها على المصابب المنتخب الأول أنا رأى أنه تعلمنا توا شفنا مثلا الانتغرسيون متاع معتز متاع العبيدي متاع العبيدي دونك فلسيتاشون على استراتيجية كونسرنا لجون ونطنون تكون فما انتغرسيون كونكرية على أرض الميدان شكرا بلس بقانون الهيكل معاك على طول أقدم قانون الهيكل في المنطقة بغربها وشرقيا وشماليا وجنوبيا وجنوبيا وشماليا هي تونس عنده خمسة وعشيني سنة نستنى والوالي والبلدية أصلا الفيفا كل عام تبدل القانون معناها القانون المتاع الدولي تبدل ستة وعشرين مرة ونحن ما زال مبدلنا شنو اليمنى سيوات يمنى احنا على أقل دي ريس يعني الاجتامعة ثم تاثة مرات نقترح على الوزارة هذا كل الاقتراحات كانوا قبل الفين وعشرين على أساس فيمتسعطاش يا أخي على أساس انه ها اختراح الجامعة تونسي كورت خدم كل مرة كل وزير جي يعجبوا مشروع الجامعة تونسي بكل خدم بعد بقدرة يقادر ما يشير من وحد شي لأنه نحن شنوه كيفاش يتعدل قانون الناس ما تعرفش يا أما كتلة برلمانية والعشرة من الناس في برلمان يعملوا مبادرة تشريعية يا أما مجلس وزاري يقترح بوزارة الرياضة تقترح على مجلس وزاري ومجلس وزاري يقترح على برلمان هذا مزوز من نجموش في لجنة الشباب والتربية هو شوف حتى برلمان الرياضة الوحيدة اللي ما عندهش حتى لجنة الشباب والثقافة والتربية مجموذكورة الرياضة حتى في اللجان الموجودة في البرلمان كل ما ترياضة ما تلقاهاش حتى يدخلونا الرياضة يدخلونا مع الشباب والثقافة والتربية شوف معناها الانتيري متاع السبور عند ناس معين الميزانية الميزانية متاع وزارة شباب والرياضة من آخر الميزانيات تتحطط في مجلس بور بنسبة اليوم اخر حاجة معناها تتحطط وهكذا تشوف معناها اليوم ثم عشر الاف بلطال في ساتر رياضة وثم عديد المدارس والمعاهد اللي ما عندهش معلم والمونيتور ولا ساتر رياضة ومعلم بطابليته وبسرواله ويلعب في سبيل خيارات بدباشها نعيش فيها كل يوم اليوم عشر اثنين معناها هذو ما تقول بم الحمش نحلها الدباء هذا وشنو ذنبه يا اخوية ان شاء الله الدولة تحللنا انتدابات بقرار من رئاسة الحكومة للسير ولا من الوظيفة العمومية للسير قرار اليوم اذا كان انتدابات فيها دوما ما ثماش اذا كان المدارس ما ثماش فيها مرياضة راهوا الرزيرفور الحقيقة متاع الرياضة المدنية هو رياضة مدرسية هانتو تبدت شوي بليز اكاديمي بلال الولي يدفع في فلوس باش يلعبه شو شو ولده في رياضة مرياضات وخلينا نحكي على كورس الخدم ان شاء الله يصير علق الاستثناء لمعلمي واسادة الرياضة باش الاستفادة تكون لهم مقاماتهم شغل ولكن تكون الاستفادة للمدارس ولمعاهد وبالتالي للرياضة المدنية لاعبين شمال الفريقية سي ودي بالنسبة للاعبين شمال الفريقية تجربة قامت على بعض المبادئ اللي هي اليوم نحناش نحبه في البطولة متاعنا نحبه في رقمتاعنا يلعبوا ادوار متقدمة وياخذوا لتيتر ونحبه لكونكيرونس اللي طلعنا جوار بها اللي كيف ناسونال سينيور ونحبه لماذا بتاع البطولة متاعنا بي البطولة متاعنا توا اثبتت انه قولا لاش تحب تقو اليوم البطولة عندها عشرة في العشرة سنوات التاخيرة وموحد اللي حصاه والتاريخ الدولي خرج رحده على عشرة سنين نحن الولا عربيا وافريقي اندومي الأونس كنا الخامسين افريقيين والربعين عربيا دونك قدمنا دونك هذي ايماج حابين اولا كرهنا ايماج بالبني الاساسي الخايب بالفوتبول اللي يسبو فيه ويتمعشوا منه الناس على الفكرة برشا ناس يسبو الفوتبول برشا تخبه تحته رهو تاونجي هذي الحاجة الثانية شنيه انا اليوم كيما نجيب اللعب بالمغرب ولا من مصر ولا من زي الفريق رضوان مع الشلع دونك رضوان ما هوش اللي يجيب البوليكيب ناسونال سينيور كيف يدخل في كونكيرونس مع لعب من بطولة محلية مجاورة مش قادر لفك بلاستو ما تنجيبش يكون يجيب اللي كبنانسونال سينيور وانا نحب تدخل في كونكيرونس يبدو فرد نيفوس سيودي انا نحب هالكونكيرونس تتخلق في الجامعية باش اللعب التونسي ما يبداش دو فيه سيد زمو يلعب واو ينجيب التفكير هذا راه ويكون مش سليم راه نحكي لك الوجهة نظر وجهة نظر نمتعنا دونك هالما بدأ هذي جابتها الخيار الخيار هذي قلنا ثلاثة سنوات باش نقايمه ابو دو تروازون نقيمه كان خيناه موجدي نوصل فيه كان خيناه مش موجدي نقوله لاي تجربة منجحناش فيها سيودي هليش مش مش من المعاملة بالمثل هليش ملاعب التونسي تسبت روجي في تزير في المغرب انا نعم ليساعدني كجامعة تونسي كتخدم هي مش تبادة تجاري ولا مش مقايضة مولي بلاعب التونسي تذر وقته موجود في مصر تبار كلا وموجود في السعودية تبار كلا هاي السعودية عندها سبعة ثمانية لانت اليوم اللي مارشي متاع السعودية في مستوعب ما شاء الله من دواز هاو عندهم ما شاء الله من دواز شوه اليوم هل سمحني من اخصدوك شانت النظر الضيقة لازم نتحل شوية العالم اليوم الاتحاد الاوروبي وقت يقال لزاني كتربان ديز دهار يقال ما عادش موجود هل في الاسباس امتحهم اللعب الاوروبي رقص حر راوجب نتيج مثلا حراسة المرمى تو ممنوع نجيبوا لعب حارس مرمى اجنبي لا ما نحبوش كونكيرانس غادي خطر تخوف عيف والا خوف مش كونتراليكسيون هو اللعب الاجنبي من قبل ممنوع مجنحنا قلناه اللعب الاجنبي من قبل ممنوع في حراسة المرمى خطر ثم اختر على حراسة المرمى بوست ديليكا شوية تتعرف معناها احنا حتى بلوقها عمية وكت مبالغ فيها شوية القول اشتر لجمعيا نقول معناها اليوم اذا كان انت ما تخلق لكونكيرانس ولا خدراه يجي معناها هبى جعب الرجل من جارديان دوبيوت في البرا ولو ما عاش عندنا اقوال تولي اختر هذك هذك اني نروش في كل مشروع شنوه الممكن وشنوه المتاح وشنوه الممنوع هذا كان ممنوع مدامنا في القول رينا شكري باعرم على المدخب نجمي نجمي راو شكري في البروجيب لا شكري ما حبش يكون أصلا شكري انا حددت مرة بطاريخ مباشر غير مباشر اقرب خمس سنين كان من حبش بكل مسؤول هي سنة جديدة الجامعة تونسية ولا كل مرة هالرموز بتاع المنتخب سواء كان ملعبية ولا حتى مسؤولية احنا خمامنا حتى في بعض المسؤولين مناش باش نسميهم رقيناهم متقدمين شوي في السن خوفنا لقدر الله من الكوفيد نقولوا توليش هالسفرة نولو نسبقهم لقدر الله في مرض لانه السن ديليكا شوي ريكو نيصانس لليوم ريكو نيصانس للناس هذوما اللي لعبوا بيش يجي مش وعيشوا ودفع معنا ولمعبية الصغار ثم ثم لو توجدهم ايجابي مش كانوا نتكريم لهم هم توجدهم ايجابي حتى بكريمة صحيح دانك اولا ريكو نيصانس وثم في فترات نسحقهم باهم عاد شعنا حتى شوية حسيم كل مرة واحد من كلاب حسيم وربين طولنا شوية دون استثناء مازال عنا برشة متير مازالوا عنا البطولة مش نحكي وعليها خانمشي ونحكي على تحقيق الاسبوع ما انو مالك بحذانة كما قلنا منذ البداية تحقيق الاسبوع اهمية التمثيل التونسي في الهيكل طبعا الاقليمية والدولية منحكي وش على كورة القدم فقط منحكي على كل الرياضات في تونس تحقيق مع مالك ترابل سيمين بن احمد ونضاء العروب في افريقيا تحب تحكم يجب أن تشد رئيس الاتحاد افريقي يجب أن نفهم وزادة لوحد ما هوش زادة منتخب من العالم باش يخدم إلا بلده حسنا إذا كان وحد ممثل ما هوش قادي عام في تونس حتما الوزارة ما رجعه معاش تدعمه الحديث عن التمثيل التونسي في الهيكل الدولية والاقليمية موش جديد على تونس واسماء كبيرة كانت في الاتحادات الافريقية والدولية لكن شنو مساهمتها في الرياضة التونسية وهل بالضرورة وجودها في الهيكل هذه كان من أجل فقط خدمة الرياضة التونسية عنا القدرة باش نأثره على على الديسيزيون اللي تسعى تتخذ ما يكون في الدعم المالي للكونفادريليات ولا للاتحادات المحلية وإلا زادة باش نجمو احنا نوجهو نعملو شوية لوبينج باش يكونوا التظاهرات الرياضية أكثر في أفريقيا وخاصة نجمو نعملو أكثر لبلادك التونس الحمد لله في ثمانية سنوات جبنا ثلاثة مرات بطولة أفريقيا الأكبر في تونس وهذا مرة ما صارت في تونس بل كان تونس جيب يمكن في الخمسة عشر سنة مرة بطولة أفريقيا لا تعرف ما حاجات تصيروا في الكوليس وناس كلنا في وضحنا التصويت كيف يجي يصير في الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الدولي لما يصوتوا وكذلك أنت مومبر إكزيكيتيف ولكن تبدو مومبر معهم تجيب أن يكون لديك علاقات مع الوخيين الكل وتبدو نس كل كل واحد كما نقولوها بلغتنا يضرب على بلد متاعهم مشيد ليزويتن اللي كان موجود في الاتحاد الدولي لكرة الطائرة إلى خالد بابو رئيس الاتحاد الأفريقي لرياضة الرقبي سلم المولهي في الاتحاد الدولي للتنس واسكندراح شيشا اللي هو عضو في الاتحاد الدولي للجودو مروراً بطارق بوشامبوي في الاتحاد الأفريقي ووديا جاري اللي تخل مؤخراً في التمثيل التونسي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم أسماء على سبيل الذكر ولا الحصر شو قدمت التونس من تأثير في تظاهرات رياضية أو حتى ربما جلبها لتونس وخاصةً كنحكيه على تأثيرات الكواليس في مباراية حاسمة تهم المنتخبات الوطنية وإلى الفرق التونسية في المسابقات الإقليمية والدولية الغايب غاب قسمه اللي يغيب يغيب قسمه كانك تحضر ودافع ودافع وتطلب وتاخذ وبسيف معنى وكون عندك شوتك مسموع وكان غايب رهو انتهى الموضوع وأمانها يعملوا فيك شي يحبه معلأسف هذا هو الوضع اليوم في الديبلوماسية الرياضية في تونس بنا يقول لكش حق أكثر حاجة مهمة في الرياضات الفردية هو التحكيم في كل الرياضات بالأخص في الرياضات الفردية التحكيم إذا كان ما بداش عندك تكون ركوزنطان بتاعك في هيكل من هيكل الدولية يمكن احنا الحمد لله ما تكلناش ما خسرناش برشة بمقابلات افريقية ولا حاجة على الخاطر بالحق أنا متواجدوا هنا كيف كيف يبدأ كل واحد يعس باش ما يغشاش الأكزيكوتيف معاه وذاك مهم ياسر كيف كيف جبنا دي كمبتيسون أفريكان وقدي كنا مش في أحسن الوجه متاعنا في 2011، 2012، 2013 باش تعملوا في تونس وكل العمل اللي موجودة إنتي في تونس عطا تشحنا أكثر الفرق متاعنا باش قاعدوا في المستوى اللي كانوا قبل ذي كحاجة نجمونا عملوها أثرنا باش ندخلنا والتدخلنا باش يكونوا عندنا أكثر تمثيلية في ليجان كما ليجان الطبي كما ليجان الكوميسير دوماتش كما ليجان المتاع الزربيتر فهذا الكل هم رأوا تأثير لأنها ورينالي عنا الكفاءات في تونس وظهرناهم ريت المصار وشدوا الهونت شا عملوا؟ عملوا شا حبوا؟ وقت اللي تشد انت اتحاد أفريقي كماش متحكم فيه أحمد أحمد شد الكاف في وقت ما لسنوات ما أحمد أحمد مسمي على شكون؟ مسمي على المغرب شوف وقته هو المغرب ما تقولش عاونها ولكن المغرب كان عندها صوت موجود المغرب كانت في الواجهة كانت حاضرة لأنه فما شخص ولو أنه جنسيته ماش مغربية ولكنه متسمي على المغرب صحيح أنه التمثيل التونسي في الهياكل الدولية والإقليمية قد يمثل نقطة تأثير في بعض القرارات ولكن فعليا هل التواجد هذا قيمة مضافة للرياضة التونسية؟ وإلا فقط ذر رماد على الأعين لمصالح تبقى ذاتية على سف الممثل التونسي يخم على حاشتي أولا يخم على كرسي خاف لا يتير ثانيا يخم بصورة عرضية على مصلحة الفريق التونسي اوكي تخدم روحك اوكي ناس كل ناس كل نعرف ونحبه وناخدم روحنا نحبه نعمله علاقات روحنا ونحبه مبارشة ناس تحب صفر وتحب الإيزوتير وتحب فايف ستارز وتحب الحكاية كله اما اللي يبدأ سبورتيف ولي يبدأ ناس كل حتى انا ماذا بيت اذا نكون متواجد في اتحاد الدولي ولبررغم اللي ما تسافرت وشفت دينا كلما قيم قيمة وعمت متواجد في اتحاد الدولي واللي في اتحاد الفريقي قيمة كبيرة ياسر وكذلك هو انجاز احنا جنالما التوانسة اللي لبرة ما تنخب مواصني فولا انا عمري ما شفت ما شفت كان الاعانة كلما نتصل بالوخيان والوخيات اللي في العالم حتى نعاون وبعضنا منش برشة ونعرف وبعضنا دونك كيفية كلما طلبت دي ما نرقى كان السند وكلما يطلبوني زادا كيفاش نجم نعاون 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 هو شو راو تعاون تعاون حتى تعرف العباد وتسهل المأمورية باش توصل للحب عليه اكتر من حاجة اخر الهيكل الرياضية الافريقية فلوس بيها برشة فلوس نستخدم فلوس معناها اللي ممثل متعتوني سواء في اي رياضة ما ولا في هيكل الدولية فيها برشة فلوس يا رب معناها مش قطع نظر على مصلحة بلادي ومصلحة حتى مصلحة هو دونك لا خيار اللي هو اللي بش يدخل في المنظومة يعمل اللوبيينك كيما نستخدم العالم الكل هو مسير باللوبيينك العالم كامل دونك مش يعمل هو كفال يسول هانيك يستحيل هذي ما ينجمش نرجع معك مالك أبرز استنتاج يخرجنا به بعد تحقيق هذي وهو يبقى السؤال السؤال الكبير شنوه القيمة المضافة للتمثليات التونسية في الهياك الأقليمية والدولية يعني الموضوع هذا قديم يعني ما في تونس أسامي كبيرة كما شايد يزويتنا يا رحمه وسلي معلول كنا أحكيه وزيدنا أحكيه على الرياضات الجماعية أنا أحب أن أقسمها الرياضات الجماعية ورياضات فردية الرياضات الفردية أظن أنه التمثليات يعني قائمة بوجبها وحتى في وقت صعيب اللي تعيشوا تونس اليوم في وضع اقتصادي صعيب وحتى مع أزمة الأزمة الاقتصادية ووباء كورونا قاعدة يجلبوا في استقبلوا في ديتورنوا في تونس بالنسبة للرياضات الفردية كما شفنا مع اسكندر حشيشة لي هو نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجودو لكن مع كورة القدم اللي هي الفترينا متاع الرياضات خلينا نقوله في تونس تونس والمنتخب التونسي والمنتخبات الصفة عامة عاشت مع تما ظالم كبيرة مظالم تحكمية ونعرفوا الأمور هذية تصير في كواليس وإذا يكون عندك شكون في الاتحاد الأفريقي عندك وزن في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي ممكن حاجات هذه النجم ونتفديها تاخذ حقق على الأقل حاجة تاخذ على الأقل حقق ونتذكروا الحاثة اليوم شفنا مباراة تونس سويا نذكروا عام 2015 يعني المباراة هذه والمظمة الكبيرة 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 واللي كان عارفها المنتخب التونسي أنا كنت حاضر شخصيا غادي وكان عارفينها وحتى كان جورج ليغانس وقته هو المدرب عمره ما حكيه على التحكيم وقته وفشأة قبل المباراة حكيه على التحكيم وكي يخايف من التحكيم لأنه يعرف أنه فهم تأثيرات كبيرة لنك إذا نرجو للموضوع اليوم تانا هل أنه التمثيل الرياضي التونسي قاعد يخدم في الرياضة التونسية نعم قبله ثانيا نزيد حتى الممثلين في الهيئة الإقليمية والدولية نجم يقول لك أنا هذه مصالح ذاتية نخدم في مسيرتي مش بالضرورة في كل شيء بشيكون أعلم تونس ما بين ظفرين موجود لأنه فما زادة انستيتيشون كاملة هيكل كامل اللي هو مثلا الاتحاد الأفريقي لكورة القدم كي بشيكون فما قرار ضد المنتخب التونسي وإلا ضد الفرقة التونسية هوني الممثل التونسي ونستغلوا حضور سوادي الجاري هوني كيفش يتعامل في الوظايا هذي؟ يضرب على الدراب وقبل كل شيء بسيرا سيبيدان أنا أولا نحب نشكرك على الملف القيم هذا ونشكرك على كل الملفات القيمة هنتبع في الزاباريسيون يعطيك الصحة لأنه فرفونا نحب نتناقش ونعملوا ديباع على حاجة بخلاف البيلانتية والأرجوية وتكتيك وتكنيك اثنين تعرف كل هيكل عنده سي بروبر تراديسيون مثلا نحن في الكاف وفي الفيفا بخلاف الكونديسيون ديليجيبيليتي يعملوا انفاستيغاسيون أنا مثلا نوك ترشعت بخلاف اني ما عندي شيء وعنده كذا كذا أثم شركة عالمية متعاخدة مع الفيفا والكاف تجي لبلادك وتعمل انفاستيغاسيون ومعي صار من الناس الكل يكفي انه يلقى عليك حاجة حتى كانت توفر فيك الشروط يقع رفض الكونديداتيور متاعك هلاش خطلك انا ربي يهديهم بعض الاطراف ثم ناس يتعامل في مستوى عالمي يرأوا الكلمة والتشوية المجانية يرأوا ما يجدش عليهم لكن يهب طبث في قلة متاحهم ويعملوا وكل شيء ثم بخلاف القضية المفتعلة مش نعم المضحكيات المبكيات اللي عشتها انا بخلاف القضية المفتعلة متاع اللجنة الولمبية واللي فشلوا فيها أو فشل فيها رئيسها ثم شخص عمل قضية مفتعلة في وديع الجري وابعثها مش يقولوا هاو عندوا قضية لو في المحك مراوة وردوا بالكما معناه يشوفوا النجم ونوصلوا ايجو باس على كل حال وديع الجري اليوم في البكتب التنفيذ ايش نجم يعم سارتانوه الإنسان مش يحاول يعمل أفكار ويساهم في أفكار مع بقية المجموعة لتطوير كورت الخدم الأفريقية ولكن الادرابو هنا ما هوش بش يسرق حق الغير لكن بش يدافع بكل ما أوتي على من جهد ما يخذوا ليش حق ولا احنا مش مشين بش نسرقوا غادي حق الناس لكن بش ندافعوا وانتي أشرت الحاجة انه في فترات كان عنا مواثلين ولكن مالوروز ما تطلمنا برش وكان عنا من حبيش تدخل في تفاصيل أخر وكان عنا حتى تشكور هايش لجل التحكيم وتطلمنا برش عندي يا منتخبت على كل حال ربما هو خطيئه وشي يتجاوزه ولكن اليوم على ريسك متى 100% قدش نجموه نقصه يريد نرجعه زيره لريسك انه نظلم وزعيب باعتبار انه هذا اجتهاد بشري في مستوى تحكيم ولا في مستوى قارة ولكن اللي نعدك به انه بقدرة سامي العليم انه يكون عنا ثقل بما يضمن قدر المستطاع عن نسبة عالية جدا من حقوق الأندية والمنتخبات التونسية وهنا الناس اللي حيين مانيش بيش نجبدهم لا بالباهي لا بالخائب انا نحب انحي المرحوم سليم علولو على خرجه من برميل واحد اتوفه بش ميخولوش هاو قاعد يطري فيه بالعانيون لانه احسن تمثيل تونس كعمل بساج بالاتحاد الافريقي وبساج بالاتحاد دون بش معناه اللي بعده ما نجموش مدامهم حايين مانيش خول عني مكان الخير مغير مانيش خول في تفاصيل اللي دخلو كل لبعده اللي دخل بعده سي سي بشي بو بسي سيتارك برقموي دانك هذك متى التاريخ هاي يحكم ومدام هما على قيد الحياة باش لا انولي كان حاب نتهجم على هذا ولا نحبي نطري لهذا مانيش مش نعطي موقف على كل حال تواجد التونس في الهيكل الدولية بكورة قدمه وغيره من يجب يكون نكون ايجابي اذا كان الشخص وازن اذا كان الشخص يخدم كان في مصلحته وينمي كان في علاقاته شخصية وتونس اخر اهتماماته ما عنا ما نعملو به وما حاجة نجبي هل بشو تظاهرات كبره سي وديع في تونس تظاهرات كبره مهوش تواجدك في الكاف ولا في فيفا ما عندك شتيران ايه لا والله ان شاء الله دي سي دي سي دوميل فانسينك قادرين نعملو في كوب دافريكو قادرين بارتو دوميل ترانت لانو دوميل فانسين تعتاد نكون نظمو كسحالا بالشاركة مع بقية تحت لانو اليوم ارادس قابدة ملا تحسينات المزه الصفاقس سوسة ان شاء الله يزيدوش مستير بيجا قروان من عرش شنو بنزارت بنزارت او راه يلعب سوادي نحكيو على كأس العالم بنزارتية راه سيرتي في فيفا راه يلعب المتخبات الوطنية انا شوفنا ليبيا ان شاء الله بقدرة ربي سوادي نحكيو على كأس العالم الفين وثلاثين كأس العالم الفين وثلاثين يعني اذا كان ثم ارادة من الدولة وثم ارادة من الدولة قادرين بالشاركة مع دولة من الدولة ان نكونوا نعملوا شوف انا منحبش على البلدان المجاورة نحترمها كلهم كنا في روسيا على انتخاب من يكون من ينظم كأس العالم المغرب ولا امريكا او كندا وكنا نعرف تقريب ان امريكا بشتربها لكن هيك اللي ماجي خطاف المغرب على روحها كيفي انو مغرب كوكيرونت لامريكا انو مغرب قادرة بشتربة كأس العالم خرجنا من غادي مغرب قادرة دومي لترونت بش نعمل على بورتوغار بسبانيا يعني منفتحة على العالم الغربي ونحنا مغرب روحد مترو بوامي كأس العالم ونحنا مروحنا بثلاث ياللي بيكم بلي صفتكم يعيكم ملا مغرب محله روحنا نحنا في اه شي اسمه في الكوب دا فريك الاخرة احنا دومي فيناليست المغرب الوتيام دي فينال لماذا اجري في المغرب منتخبنا به ويعطينا الصحة والمستقبل قدامنا دا ذبيحة ولا نقد مش معقول ونحنا في الدومي فينال ومروحين قريب الفنال اللي كلناها عصا دخول شاعدين عملنا جريم دا كالبرسبسيون لازم نخلقوها مع بعضنا يزي ما قلنا كل شي خائب في تونس لا قادرين فعلا بش نعمل كوب دا فريك كبيرة وقدرين فعلا بش نعمل شراكة مع دولة دول بش نعمل إنكوب ديومان في روسيا كمشيتو يسعى ونصد فول من بلاسة لبلاسة ودوزار دو فول من بلاسة لبلاسة وشنو يمنع اليوم بش نعمل مع ايطاليا ولا مع اسبانيا ولا مع فرنسا ولا مع المغرب ولا الزير ولا ليبيا ولا حتى مصر شاي ما يمنع ارادة الدولة ارادة سياسية ومن الانتخابات بيانسور هو الانتخابات بتاع ديمالترانس ولكن خلينا نكونوا كونكيران ويانا كفابل معاشا نمشوا بعضنا معاشا نحقلوا بعضنا ومعاشا نحقلوا دولتنا ومعاشا نحقلوا منشآتنا نقصي ما نقولوا هاي نازمنا نعمل وكده بدأ حاجة بايا نقولوا رايبايا سيودي خلني نرجو نحكيه على تواجدك في اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي هل تخطيط متاعك رئاسة الاتحاد الافريقي دي سؤال مباشر وناس كلها تحكي فيه هذا يحاب يعمل لي مشكلة من هارو مازال ما بياشو يحاب ينفسي انا نعرف انه سيودي رجري رجل طموح جدا واكيد على قدر طموح متاعي معناها معاقلا يعني طموح متاعي جباز اللي زون بيسون متاعي حسب قدراتي العوام ما ذو ما نشوف العوام ما ذو ما ذو ما نشوف انت قلت ندخل ونشوف بمعنى عندك شوف اليال عماتش اليال عماتش يقول راني بيش نربع وش ملعبي بيهي الي يدخل مكت بتنفيذ يقول لك أنا ما نكونش رئيس هاي المكتب ولكن طموح معطيات اليوم اللي موجودين قبلي سي فوزي حجرة وراوة سي هانيا بوريدة ظهر لي كلهم ينجم يكونوا رؤوسة وكلهم يتمحن بشكونوا رؤوسة ميه اسكلة كونجونكتورة نجم اسكلة الانتخابات تطلحهم ولا ما تطلحهم مش وهنا يجي نسان يقيس روح ونمشيش انا انطيع شروح رئاسة ولا نعتهد سي خالد هاي باش يقول والله ترشح على الياس بعدين يقول والله غالب موصول شو نخسر مكاني لا هنا رايي التونس انجو دونك يرشحوا حد لازمو ينجح كالرئاسة ولا العضوية توا ملاش قادر يمشي دو الرئاسة فو المستقبل الله وعا واضح الاجابة الزمنيا موجودة مالك سي وديا شكرا لك شرفتنا اليوم شرف لينا وبرك الله فيكم بربي سؤال اخ افروبو البطولة الجهوية وقت اشتب بطولات الجهوية انا وخرناها كما هي على وقفاء الشبان اللي هي حتى فيفا احدها دونك على خاطر الكوفيد سوى باش تبدأ بعد رمضان وقلنا للرابطات الجهوية اللي تحب تقدم قبل رمضان كلفنا سيا مين موغ ورئيس لجنة المسابقات والمدير الفني باش يعملوا انكر اندري وانترات موالكات حسب استعداد الرابطة والامكانيات تمتحها باش تبدأ بعد رمضان ولا مين رمضان دونك ثم بطولة الجهوية بيتو باش تبدأ ثم اللي باش يبدأ مين رمضان اللي هو حاضر وكان الرابطة تقترح بعد رمضان زدان ان احنا حاضرين شكرا لك سوى دي اعطيك الصحة شكرا لكم ملكم مشكور مالك اعطيك الصحة وشكرا لك شكرا لك مشاهدين الكيرام المشي وتوى البطولة الوطنية المحترفة ونعطيكم نتائج المقابلات المؤاجلة نتائج المقابلات المحترفة كانت تلعبت دفعة يوم الاربع الماضي وكانت تلعبت مباراة البارح بالنسبة اليوم الاربع كان نجم السحلي فيظة النادي البنزارتي 4 هدةفل سفر اتحاد المنستيري اتعادل 0-0 مع النادي سفاقصي والتراجي رياضي فيظ هدف سفر ضد اتحاد المنستيري الترتيب بعد هذه المباراية تراجي رياضي في مركز راول 46 نقطة نجم السحلي مركز 39 نقطة الاتحاد بنجردان مركز 32 نقطة، نادي سفيقسي 30 نقطة، مركز 4، مستقبل الرجينج 28 نقطة، الاتحاد المنسيري 27 نقطة، مستقبل سليمان 27 نقطة، الملعب التونسي 25 نقطة، الأولمبي الباجي 24 نقطة، نجم المتلوي، والاتحاد تتوين 22 نقطة لكل فريق نادي الافريقي، 21 نقطة نادي البنزارتي، المركز 14-17 نقطة، وفي الأخير شابت القيراوان بثلاث نقاط. نمر برنامج الجولة القادمة، ترجل ياضي نادي سفيقسي مباراة مؤجلة، نجم الساحلي نادي الافريقي، الاتحاد المنسيري مستقبل الرجيش، اتحاد بنجردان، اتحاد تتوين، نادي البنزارتي، الولمبي الباجي، نجم المتلوي، ملعب التونسي، ومستقبل سليمان شاببة القيراوان. نمر مباشرة المباراة ترجل ياضي التونسي والاتحاد المنسيري مع سامي بعزيز خلد بن يعقوب، أمين بن أحمد، ونذال عروة. الغيابات بالجملة في تشكيلة الترجل كانت هاجس معين الشعباني، بل مواجهات الاتحاد المنسيري على ملعب المنزة، الالتزامات العديد من ملعبية مع منتخباتهم على غير الحمدو الهوني، كوليبالي بالرمضان، وعبدالقادر بدران، الشيء اللي خلى حمد النجازة ظهير الأيمن الأول مرة مع الترجل في خطة محور الدفاع إلى جانب خليل شمام. نفس الشيء ينتبق على تشكيل الاتحاد المنسيري بغياب زياد المشموم والليبي المعتصى مصبو وصانع الألعاب الياس الجلاسي. بل انتلاق المباراة هيئة ترجي واللعبين كالعادة تكرم أحد أبناء الفيراج محمد عزيز الراشحي اللي توفى الأسبوع الفارغ. لساقة الشوط الأول كان بطيء وما شاهدناش فيه مستوى كبير للزوسفرة. مع كثرة الالتحامات، الشيء اللي خلى الفرص تكاد تكون منعدمة باستثناء الكرات الثابتة اللي كادت تجيب جديد على مستوى انتيجة واللي كانوا راعا في مرحلة أولى الغني عبد الباصد كورته خارج المرمى والثانية من عبد الرحمن مزيان كاد يغالط فيها البشير بن سعيد. شوط أول أيضا قسر فيه الترجي مشهودات الثنائي ليس الشتي والإفواري سيدريك بو واللي كانوا من بين العوامل اللي كانت وراغية بالحلول على الخط الأمامي للترجي في الفترة الأولى. شوط خطوط كنا متقلقين فيها مهم الوسطة والدفاع ناقسين برشا جوارات من ناحية الكمة نشنا نحكي من ناحية الكيف يزيدوا يضربوا لك شوط جوارات. دونك يولي يانكستيت وناهو بتي الستيل معاين عنا وفرة في المهاجمين اخذينا اكتر البروفوندور. ولينا نلعب بمهاجمين صريحين وناهو نحدي الكورة أورالينية دفنسيفة متاع المستير وناخته عليها. الفترة الثانية تهى يسين الخنيسي يأخذ مكان عبد الرحمن مزين والترجي يضغط في الهجوم. كورة فيبتة من أنيس البدري البشير بن سعيد يبعد الاختار في مرحلة أولى بنغيث في المتابعة يحذر لويليام توقيث تسويب الإفوري القوية تقلق في تصديلها البشير بن سعيد. المد الهجومي للترجي متواصل وهالمرة الغاني خالد عبد الباسد مجهود فردي سواه بكل قوة البشير بن سعيد مرة أخرى بكل رشيقة يمنع الهدف. رد الاتحاد المنستيري كان أيضا مجهود فردي من إدريس لمحيرسي يساوب بكل قوة ومعز بنشريفية جاهز لتصدي. الترجي من جديد في الهجوم الإفوري التوقي من ليمين في التوزيع والاخليسي بالرأس كورته في يد البشير بن سعيد. تسعة دقايق على نهاية المباراة الترجي بكل ثقله في الهجوم كورة عند حسيم تقايي يفتكها الجزائري عبد الرؤوف بنغيث. يمر البدري بفنية عالية يحضر البنغيث من جديد أسيست الخالد عبد الباسد الغاني ما يفوتش الفرصة ويتمكن من افتتاح باب التسجيل للأحمر والأسفل. ويتوج العمل الجماعي للترجي في هالهدف ويمدي على أول أهدفه في البطولة. هدف كان ثمين أيضا للترجي مكن أبناء معين شعباني من محافظة على فارق النقاط بينه بين النجم الساحلي. في المقابل اتحاد المنستيري ينقذ الهزيمة السلسلية في الموسم في بطولة الرابط المحترفة الأولى. كلينا بودوا على غلطة فرضية قامها واحد من ملعبها الصغار. كان ماش كبير بيزو جمعية كبار. مبروك على التراجي والمستير قاعدين شوفوا فيها كل يوم في تحاسن. رغم اللي اليوم نجم أقول لك غياب زياد مشموم غياب صابو غياب جلاسي. أثرت بيات حالة المردود ملعبها تيتولير. أما كيف كيف. الولايات الصغار عملوا ماتش كبير يسر. ودي ما أقول لحنا مستقبل المستير. كير من الحاضر متاعو. أنا عمري ما نحكي على الاربيتر. جميل الاربيتر غلطة الوحيدة ليوا كسر ريتم ماتش. فهمت برشا فوتيت. كيس سؤالينا نحنا ولأ الاسبرانس فهمت. كان ناجم سايب ريتم. كان ناجم تعدى ماتش باي خير حتى المتفرجين تتفرجوا في ماتش باي. الغالب كهو من بعد ما كتعرف غلطة غلطة اللي قبلنا بيها الهدف. في السبينة وصف ما تشامحش في بلادها. حضرنا ماتش معتكم يلفو. نعرفوا معناتها نقاط للقوة والضعف متاع فريق التحاد من المستيري. ولعبنا معتها لكثري الكورة المباشرة. والحمدول لها معناتها اللي سنصير كنوا أخفين تالي بليه. وجمنا هدف معناتها اللي وعطنا ثلاثة نقاط مهمين. نعرفوا معناتها اللي وعطنا ثلاثة نقاط مهمين. هذا هو ثقافة الانتصار ترجي رغم الغيابات رغم النقايص رغم التبديل مراكز اللاعبين اللي من الثقافة يبيد فريق يلعب للاخر باش ينتصر وهذا اللي عمل الفرق ترجي في الاخر بالحضور البدني لحقيقة الممتاز متاع اللاعبين اللي كانوا موجودين الليماج متاع الهدف اللي فور اللي عملوا بالغيث كيفاش عمل ريكوبراسيون وكمل أكسيون مده البدري وعمل دوبلمة مدل أسيست اللي هنا تفهم الحضور الذهني والبدني متاع الفريق رغم النقايص هذا هو الرجيمين متاع الماش فنيين ما كانش فهم حاجة كبيرة قيمة الأسيست خالد أسيست قوي بارشة شوفني أبار الأسيست يعني الحضور البدني والذهري في القيقة 81 تعمل اللي فور هذيك تفك الكورة تفكها بنظافة وتعمل أبوي على البدري وجيك في الموخك وبدني تكون حاضر باش تعمل دوبلمة باعتمدها بالإكستيريور هاليا باس صعيبة شوية يعني حسب رأي الهدف سجله بالغيث رغم اللي خالد عبدالباس كان في المكان الموجود لكن العمل لكل حقيقة قام به بالغيث بالحضور البدني متاع الفريق اللي حسب رأي الترجي في اخر ماتش لوج على الانتصار بخذاء ديريسك العبار بعمل مهاجمين عرف اللي بشيكون فهم عن ديسي كيليبر هني خل المدافعين في بلايسهم محاولش يهاجم بالظاهرين وقته يعرف ممكن يصير له إشكال وممكن يتضرب بكونتر على قول كما قلناه حتى الاتحاد تأثر بغيابيته زيادة أكيد لا أكيد جلاسي وصبه لا لا أكيد مشموم العمر ليس جلاسي الحقيقة هو المحرار متاع الفريق وقت اللي يبدأ موجود سورتوف في الوضعيات اللي بشير الفريق يلعب لي كونتر نعرف ليس جلاسي كلير بويانس متاعه يمدك الباس لدرنير باس من نصف الميدان لاتحاد منستيري هذا نقص الفريق وتشوف الليماجم تاع الهدف اللي الاتحاد منستيري مش مساعدة لازاتك رابيد إنك تعتاك لس باس دي ما تكون بالباس وقتي اللي تقايا يظهر لي وشكون اللاعب اللي يضيع الكورة القايا س باس قدام وجرأ بيه وقته جاءت الفرصة البلغيث إنه يخلط عليه فك الكورة وتساجع لها الهدف ترجي لوج الانتصار جريه وراه بحضور ذهني وبدني كبيري واضح نمشي وتول ملخص زوز مباريات نجم الساحل نادي بن زرتي نادي سفيقسي اتحاد المونستيري معامل الزيتوني صلح الهداوي عمر المالك ونيدال عرو في لقاء متأخر لحساب الجولة الأولى إياب للرابطة المحترفة الأولى لكورة قدم الانتحاد المونستيري في مواجهة الندريا ذي سفيقسي اللي يسموه منذ البداية في حدث الفارق المحيرسي تزديد محاذية للمرمى إدريس المحيرسي ينتلق بقوة التمهيد لتشنبانبا هدف أول لأبناء المدرب لسعى الجردة الحكم يعلن أن تسلل بعد إشارة من مساعد فوز الجريدي السياسي يجيب عبر محمد علي مونسر لكن تزديده مرة جانبية ثم المطالبة بضربة جزاء بعد تدخل حارس بشير بن سعيد مع كينغ سليهيدو ركنية من عزم غومة البشير بن سعيد يقول كلمته على مرتين أمام كينغ سليهيدو وأيمن الحرزي كل ثابتة من إدريس المحيرسي تهمي برمضان يغالط الحارس محمد هادي جعلول الحكام الصادق السالمي يلغي الهدف من جديد نيد رياضي سفيقسي في الهجوم أشرف الحبسي في المباختة البشير بن سعيد يتصد على مرتين الشوط الثاني السياسي يطالب بضربة جزاء في العملية هذه الحكام الصادق السالمي يأمر بمواصلة اللعب نيد رياضي سفيقسي يزيد من ضغطه في عملية ثلاثية بين كينغ سليهيدو وأيمن الحرزي عزم غومة كد يكون على موعد مع شباك لو لا براعة البشير بن سعيد يعود من بعد اليسمو للهجوم إدريس المحيرسي يسجل الهدف الحكام يعلن عن تسل إدريس المحيرسي يعمل أسيست لتشيم بامبا التوزيع دفاع السياسي ينقذ الموقف زكريا المنصوري حاول المباختة الحارس بشير بن سعيد بصعوبة يحاول كورا للركنية بدور كينغ سليهيدو يجرب حظهم البعيد فرصة هدف الضي على نيد رياضي سفيقسي تشيم بامبا في آخر لحظات كاد يباغت الجميع القائم يرفض الهدف الشيخاوي في المتابعة دفاع السياسي الدخل تنتهي المواجهة بالتعادل السلبي بين الفريقين النجم السيحلي يضرب بقوة أمام السيابي ويحقق انتصار الرابع على التويري في البطولة بانتيج عريضة 4-0 في لقاء متأخر لحساب الجولة 14 فريق لسعد الدريدي رغم الغيابات العديدة فرط سيطرته البطلقة على اللقاء أمام منافس كان خارج الموضوع عن هالربع شاوت أول كان عنوان الفرص المهدولة لزمالية مرتضى بن ونس تسرع كبير أمام المرمى وقل التركيز خاصة في الكرة الفابتة اللي كان في كل مرة مصدر اختر بفضل دقة توزيعات يسين العمري لتواري ضايع 45 دقيقة كاملة دون تسجيل لكنه يتمكن من أخذ الأتباقية في دقيقة الأولى من الوقت البديل الطيب المزيني يغالط المثلوذي بعد توزيع ممتازة مستقسي والجزائري يأكد بداية القوية مع النجم ويمضي على خامس أذيبه في أربع لقائق شاوت أول ينتهي على نتيجة 1-0 والتواري يدخل الشاوت الثاني بقوة المزيني كان قريب مثلوذي أية بعد أربع دقائق لكن المثلوذي يتصدق كثة دقائق بعد حارس السيابير تكب الخطاء على باعيو في الثمونتاش والحاكم محرز الملكي يزفر ضرب الجزائر ياسين العامر يتولى التنفير ويضعف انتيج الفريق وبعد 53 دقيقة لعب هدف ثاني بشينهار بعد الدفاع النادي البنزرتي أيمان اسفيقسي يمضي على زوز أهدف في ظرف أربع دقائق الأول بعد تميره رائعة من باعيو يراوغ الحارس ويحط كرة في مرمى فيرة ثم هدف ثاني ممتاز بعد توزيع عرضهم المزيني اسفيقسي أصبخ من المدفع يخذ الكرة ويسادت في زمينة التسعين والمثلوثي يكتفي بالمشير أربع صفر في ساعة لعب خليت النجم يخافض في النسق الشاي اللي يمكن النادي البنزرتي متى قدم للهجوم اتفاضل خاصة حركة بانجورا ويتمكن من تسجيل في دقيقة 69 لكن هدف خليل بالبوز يلغى بداية تسلل بانجورا بدوره كان قيب من تدليل الفرق في دقيقة الأخرى من اللقاء لكن العرضة تحرمه من تسجيل لقاء ينتهي على انتيجة أربع صفر وانتسار يأكل به النجم الفورمال الكبيرة اللي يظهر بها في الأسبوع لخلم البطولة في المقابل مردود محير للسيابي وهزيمة تعاقد الأمور أكثر بالنسبة لفريق سامي الجافسي في أسفل الترتيب نبدأ كل ما حسين معاك في خاصة مباراة نادي سفيقسي اتحاد المنستيري بي بي مرسية في رحلة البحث عن أول انتسار وتعادل يبعد على المراهنة على المركز الثاني نادي سفيقسي في المقابل الاتحاد المنستيري يعني نقطة وحيدة يكتفي بها في هذا اللقاء لا يكيد معناها على أقل لكي شهدنا مباراة شهدنا مباراة مفتوحة شهدنا فرص عديدة شهدنا فريقين يلعبوا من غير حسابات لأنك تشوف الترتيب النقطة ما تكفيش فريقية سيسيس تحب تخلط على المرتبة الثانية وتقلص الفارق عن نجم الرادي ساحلي اللي يفز على النادي ربن زرتي واتحاد المنستيري تحب تقرب للمناطق اللي ترشحوا لبطولة أفريقية شهدنا ماتش محلول شهدنا فرص من الجهتين شهدنا تصديات كبيرة من الحراس كل وقت من المباراة تحس فريق قريب أنه يسجل خاصة في نهاية المباراة كانت فرصة للحباس يتصديلها بن سعيد مباشرة فرصة لتشيبونبا على القايم صراحة شهدنا مباراة مفتوحة الغيابات أثروا على الفريقين تالي المباراة ونسق أثر فريقين تقريبا من خاصة تحاد المنستيري ما عندوش برشة سوليسون درشانج اللي بش يعمل تورنوفر ويعوذ الغيابات اللي هي مهمة ومهمة جدا في الفريق بالنسبة لي الندرة ذي سفيقسي مرة أخرى كي ما قلتها منذ شهر ولا أكثر من شهر يجني ثمار القرار اللي خلاته الندرة ذي سفيقسي مدرب كان في المرتبة الثانية على بعض نقطة من نجم رضيسيحلي اليوم تسع نقاط لصلاح النجم عشرة نقاط خسرها في أربع مباراة هاي المطالبة ويش تتحرك يتراجعون نتائج رئيس الفرع استقال وجابت مدير رياضي واليوم سمعنا في الكواليس أن هناك بعض اللاعبين يتحركوا يتكلموا يحبوا نسب وجلبين يرجع اليوم أنت فريق مدربك ماشي معاك في مرتبة الثانية وامة أهل في كاس الكاف الوحيدة اللي ما ترشحتش لشامبيونس ديك اللي أنت لعبت ضد مولدية العاصمة اللي هو من أكبر فرق فيه تزير ما لعبتش ضد منافس رعيف وممكن تخسر وممكن ما ترشحش اليوم أنت لعب كل مباريات في سفيقس وربح كل المباريات بما فيهم الترجي واللي فريقي واللي توال في سوسا والستاد ومستير والسيبي ربحت الناس الكل توقيل مدرب كنت تنجم أنت حتى لو أنك بين قوسين غير مقتنع بالمدرب بتاعك تعرف اللي عندي كل ثلاثة أيام مباراة المدرب جديد بش يعرف المجموعة وبش يعرف وبش غير معاً تنتظر نهاية الموسم قيم على حسب الأبجيكتيف اللي حطيته للمدرب كان وصله المدرب يا بيها كان موصله عندك العقد تغير أما في وصل الموسم أنا ما سمعتش فريق صراحة في العالم يغير مدربه وهو في مرتبة ثانية ومازالك يربح نجم ربي ساحلي في سوسة واضح مباراة نجم الساحلي نجم الساحلي ربعية كاملة تأكيد بالنسبة للمزيان فالمقابل نجم الساحلي تتعقد الأمور أكثر شوف أن يسأل حاجة نحب نكون صريحة أنا مع كل واحد ياخذ حقه الحقيقة لا سعد عمل ريفوليشون كبيرة في النجم الرياضي الساحلي سواء على مستوى الانتغراتي بتاع ليجون ما نتكيفاش ضخط دماء جديدة في الفريق على مستوى التعامل على مستوى الكاستينج لأنه مش بسهل في المقابلات تتعامل مع كل مقابلة وحقيقتها كل مقابلة واللي في كتيف متاعها وشماة وستراتيجي متاعها والأهم من هذا واللي يظهر اللي يصناع الفريق حاليا في النجم الرياضي الساحلي ونقطة القوة هي الامبيانس تاع الفيستيار ولا الامبيانس وسط المجموعة في حد ذاتها لأنه كنا نسمع قبل مثلا حتى مع اللي زون ترنور اللي جاء قبل لسعد الكبار ما عاد شعلاش هذا يلعب كذا يا أخويا مش لازم تلعب إيكس اللي أشدر هو يلعب يبا لسعد عرف كيفاش يستوعب المجموعة هذه لأنه أسامي في قيمة مثلا الشيخة والحمز الأحمر والبن أمور والبن أمور بشيال خاور ويحم مثلا على بنك الاحتياط ويتقبلوا الأشياء هذه ويفرحوا أنا شوفت نشوف مثلا ياسين في صورة الهدف الثالث كيفاش معناتها يلي بوزيتيف والمجموعة بكل نفهم أنه الامبيانس ممتازة في النجم الرياضي الساحلي هذاك اللي قاعد يصنع في الفرق فيما يخص المقابلة هذه معناتها أنكور لا سعد يأكد أنه سواء العناصر اللي جاية وتحب على الكمبيتشيون كالسواء العمري اللي عمل المقابلة ممتازة جدا مزياني أكد من مقابلة الأخرى وخاصة يعرف يوظف الملاعبية كي نشوف أنا سفاقسي بالأداة هذا ويصنع الديفيرانس لأنه أول موسم كان الأداة متاعه محتشم شوي يلعب مقابلة يرتاح يلعب ميتون ما كانش عنده كابيتال كونفيانس اللي قاعدته لتول أسعد فترة هذه فريمانو حاجة اكسيبسيونال نزيدوهم الثبات متاع جاك في وساط الميدان اللي يعطاه ستابيليتي وامباكت فيزيك قويل المجموعة هذه العودة متاع باعي والباس الأسيس معناتها ممتاز جدا النجم في المقابلة يعمل كل شيء سجل أهداف عن طريق باساج سورليكوتي باس في البروفوندور الدوزيان بال كان ممتاز لحقيقة تعامل كان سليم وسلسم اللاسعد ريو خاصة الإطار الفني كل رو نحكي معناتها مش كان اللاسعد يخدم النجم في الطريق صحيح معليه إلا يأكد ويكمل الكونكورنس اللي بوزيتيف خاصة اللي جون اللي طلعوا معه يرجعوا لجوار اللي مشاوا المنتخبين بتاعهم كسوا بن عيادة وقال كل بالي ما ننساوش أنه قادم على سيكل كبير وكبير برشا تبدأ مقابلة نادي الفريقي نادي ريالسفيرس في زوز أو ثلاثة مقابلات وربع عظم في الكاف وفي البطولة دونك مش تكون مهمة صعبة اختبار جدي باش نشوفه التعامل بتاع لها سعدرين مع مقابلات هذية هل ترى بشي اعتمد لفكتيف نفسه بشي يرتح شنية الأولويات متاع الإدارة ومتاع الإطار الفني هذين نقاط نستناول إيجابة متاعها قادم مقابلات نادي البنزرتي لحقيقة نقطة استفهم خاصة في الشوط الثاني ومبعد الهدف الثاني وقت يقبل الهدف الثاني حسينة خليني نقول خرجوا من الماتش مالغريم سكيل قفسي نقول جاي في في ظرف صعب يحاول يجاري المجموعة هذه يحاول فم عدة مشاكل قادي نسمى وفاهد ديزاكوتي خارجين على الكورة وعلى مستوى الجريات أو معاملة الملاعبية مع الحقيقة المديرة اللي نعرف الرئيس البرم البلاد إن شاء الله البنزرتي يديرك في قادم مباريات وعنده مجموعة محترمة تخوله أنه يصعد في الترتيب واضح حسين مش نسرك على ملاعب يلعبت معه سامي النصري شنو تتذكر اللي عبي ذي الماسترو ريت بلغة الكوارجية اللي معلم وقتلي تحتيه كورة خلاص غمض عينيك وتمشي تلوش فيه عرفت كل ما تخافش وقتلي تحتيه جوار الكورة معاش تخاف عليها ما تهني عليها عندوك الدورة كرون بوانك يدور بها الكورة لا لا شوف اللي لعب مع سامي النصري وترنا معها كل يوم شيخ ساعات تبطلع معها ماذا بيك تحتيه كورة تخطي تفرش فيه صراحة يعزف يعزف من أحسن ما أنجبت الكورة التونسية على المستوى الفني ممكن ما أعملش كارير كبيرة وماشي طويلة لأسباب أخرى لكن ككورة حتى كان يهي العماتش بركة ولا عام بركة بعشر سنين متاع جوارة أخرين واحد من جلال ذهبي سامي النصري في فقرة وينحيك مع حسين غرادة من بن أحمد وعمر ملك ترجمة نانسي قنقر كانت بطح هذا آخر تاكي ورادت في بطح هذي من هنا طلعت سنينيور كرب أفريكا ورغم العب سباشة بتاح قبل هذي كلها كانت كلها شجرة حتى الكورة يتبجي تفره في الشجرة وطابت مغير ما تمشي غاديك الكياس يتراه يتعدى من غادي الناس تردجين بلاسهم البايد يأتي يرتاحوا كل هذي الشجرة يرتاح هاكمون هم يتفرجون بعد التاح هم فيتاملوا في نيط موسيقى 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 قديش عمد هلتالي أول مرة تخلت فيها الفاركي هذا أربعة وثمانية خلثمانية نجيت دينيور للمنجل بريخي تتفكر وين تستيت وين تتفكر كل شي نمشي نعم نطلع الغادي وين تستيت نعم 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 موسيقى 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 حبيت من خلال الرابورتاج تحية لزميل منصف الشلي الله يرحمه لتوفى في 25 سبتمبر 2020 تحية لي من خلال هذا الرابورتاج مرحب إيمان مكدا صغير مرحبا بك إيمان أهلا وسهلا بك أنيس شحولك يا خالد رذوين حسين مشاهلا تكونوا بخير وكل متتابعي القناة الوطنية اللي تفرجوا في الأحد الرياضي فرهتونا صراح سمحني غمّة وتنحاش كنت صورة ذكريات كبيرة حسين صراح لحمي شوك يظهر لي أحسن رابورتاج تفعل مع حسين في الأحد الرياضي لوك متاع وعلم مقفت لك الشيغم كنا كبير حسين كنا كبير هو صغير ليه ليه فاما هيك تساور إن شاء الله نرجع في الحلقات الجاية وريهم بقبل كل شيء مباشر كل شيء في المباشر أنتما حكيتوا في البداية بداية حلقة اليوم على المنتخب الوطني لكرة القدم ولكن هنا بش نرجعكم للكواليس وخاصة الناس اللي تبع الانستغرام وتبع الفيسبوك تبعتوا شوية الملعبية اش كانوا هيك يحظروا اش كانوا يعملوا بش نهزوكم الساعة اليسين مريح وسيف الدين الجزيري بالضبط في الكواليس رحلة تونس ليبي هات نشوفوا مبعض أحسن نمرة عشرة في تونس اشتركوا في القناة مع سور القناة على صفحة رسمية بالنسبة لجمعة تونسية لكرة القدم ولكن كل عادة يعيشون لحظة بلحظة أكثر واحد منهم هما الكل واللي هكذا الفتن تبعه شوية يوسف لمساكني اللي تبعناه لحظة بلحظة من ليبيا التونس الكواليس حتى الأغاني اللي كان يحط فيها يوسف لمساكني عنا ما نقوله فيها تنتفرجوا بعض هذه هي الأجواء مع الموسيقى دي ما نقولي نيس الحقيقة قاعدة نكتشف جانب الفني في الكوارجي على خطر يسمعوا برشة موزيكة وهيكا كانوا هزونا مو ما شايفوهاش عندهم برشة دي جاء خمسة هداف عنا تقريب برشة وعي ما شفناهاش ممكن أيضاية تعليق على الأغنية اللي كانت موجودة بشمشيون نحكيه على أنس جيبر اللي قاعدة تلعب حاليا ولكن على انستجرام على الفيسبوك شفنا تفاعله كبير بعد مرورها للدورة السادس عشر اللي قادة تلعب فيها طوى من دورة ميا مياه المفتوحة لتنس بعد انتسارها على اللعبة الإسبانية باولا بادوزا وشفنا تفاعله كبيره كما قاعدين تشوفوا ولكن أكثر صور داروا على مواقع التواصل الاجتماعي وخلينا نقول تفاعلوا معهم برشة يا أنيس هي صور لحظة تأثر أنس حد البوكي بعد الانتسار ويرجع هذا للإصابة اللي تعرضت لها أنس وكما قلت هي طوى في تقيق هذه قاعدة تلعب فإن شاء الله كل تمانيتنا إن شاء الله مربوحة بالنسبة لأنس جيبر على الفيسبوك شفنا تفاعل كبير شفنا خليني نقول محبية نادي رياضي لحمام لنف غيروا الصور متاحهم على الفيسبوك 77 سنة احتفالية بتأسيس النادي الرياضي لحمام لنف النادي هذية العريق شفنا التصوير هذية على صفحة رسمية بالنسبة للنادي وشفنا زادة صور أخرى احتفالية ومشاهد جميلة برشة تفاعلوا معها محبية الهمهمة وبرشة ناس أحكيوا على 77 سنة من تأسيس النادي فإن شاء الله ديما كما قاعدين يشوفوا طاوة في الصور هذية صور الاحتفالات هذية إن شاء الله ديما الوافاء وديما جمهور إن شاء الله كل عام هم حيين بخير كل عام هم حيين بخير والجمهور ديما مع النادي إن شاء الله عودة سريع على رب تلول إن شاء الله بش نمشي ونحكيه على تألق ديما نحكيه على الملعبية خرج حدود الوطن ولكن المرة هذي بش نحكيه على المدربين سامية رابلسل يقود نادي السيلية القطري إلى أول تتويج في تاريخه وهذه الصورة اللي جمعته مع مهند علي اللعب العراقي وبرشة ناس اتفعلت مع صورة هذي ولكن بش نهيسكم تتفرجوا على الفيديو اللي نشرته ونشروا النادي نادي السيلية القطري وفيه الحقيقة مؤثر جدا خاصة العبارات اللي كتبوها عندما يقوم المدرب بدور الأب ويحتضنوا الابن ويجعله يقدموا أفضل ما لديه هذي نتفرجوا على الفيديو ربع هذي 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 شوف قالنا شيء قال الله هذا أبوه هذا ما هو مدربة جد 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 إن السيلية يكون البطل إن السيلية يكون البطل مهند علي الله 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 مهند علي ميمي يسجل الانتصار البير كل سامي ترابلسي بتاتويج هذي وهذا الاستقرار والاستمرارين نحكيوا عليهم تقريبا تسع سنوات حسيم على رأس السيلية أنا عشت مع سامي ترابلسي وعرفت عن قرب غديكة صراحة من أفضل الإطارات الموجودة في الكرة التونسية يخدم في خدمة اللي يتبع الكرة الخالجية تقريبا رقم قياسي عربي ما ثم حتى مدرب قعد كل هذه المدة على رأس فريق والكل يشيد بالعمل المتاع ورأو السيلية أول بطولة تفوز بها بتاريخها فستفها على الريان رأوك تقول الريان تقول من أكبر النوادي في قطر برافو سامي ترابلسي صراحة نمشرفنا ونورنا وإن شاء الله مزيد من الأرقاب وإيمان أنس جابر يقول لي حسيم رب حسيت لولا ستة أربع إن شاء الله توصل في التألق أنس إن شاء الله يا ربي بش نقولوا نمشيوا إحنا من قطر بش نمشيوا إلى أمريكا ونقولوا مبروك الجسر الخميري اللي يلتحق بفريق سان أنتونيو الأمريكي مبروك لي جسر الخميري وهو برشا ينشط على الفيسبوك كنا شفنا صور هذية اللي نزلها الفريق وبريكلو زيدا شفنا الفريق اللي كان فيه ويت كابس كان وزيدا هما فرحوا بالتحقوا بنادي هذية شفنا التهيني زيدا متاع الأصدقاء متاعوا على الإنستغرام ومعروف جسر الخميري هو ناشط برشا على الإنستغرام وع الفيسبوك كل مرة يهبتنا حتى جمهير ملعب التونسي لتتبع فيه جسر بضعبت برشا ناس يحبوه الحقيقة وهذية اللي ريتوا من نسبة لبرتاج والإستوري وإن شاء الله يرجع المستوي حتى يكون في المنتخب الوطني نحن نتسي ندعب في المستوي لأ ديما رذوين هو النمبر وان يظلها تكتم يد اللي بعد على الإنستغرام بضبط فقرة تفاعلات انتوما تعودتوا بها تفاعلاتكم ولكن المرة هذي يوصلنا فيديو ما نشوفش نعلق عليه هتنشوفوهما بعضنا جويل زولي برسير تعقب المئة سنة جويل زولي برسير جويل زولي برسير جويل زولي برسير كل عام تحايد خيضة برسير حابنا نغنيولك في البلاتو موفيج أيضة كانت كلنا شكورنا نيكل والد ربي طول في عمورها تاجة الرأس وذلك أدودي والضغطي ربي فضل هول الحب متاعنا لكل مرسي بكو كل عام ونتي حايب خي ونحب نواجهة تحية لأحمد اللي عاوني على الفيديو أحمد يعطيه صحيح أحمد والوالد زادة كيف كيف ربي فضله من كله يخلي لكم عائلاتكم إن شاء الله إن شاء الله في الفرحة الكبيرة يا رذوين إن شاء الله ربي فضلك إن شاء الله مزيد من التألق رذوين أما الناس اللي تبع فينا يراه فقرة تفاعلتكم إن شاء الله في الحلقة الجاية باش نعديوا كل فيديو لتبعثوهم حتى بعض خليني نقول نصائح حاجات قاعدين يبعثوهم إن شاء الله في الحلقات الجاية يا أنيسة باش نعديوهم في فقرة هاشتاك ديمانش سبور شكرا لكم ما تنسيش تابعونا على الباش فيسبوك متاعنا وعلى شين يوتيوب شكرا لك 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 أجمل تحية كل الفريق تبعا خير نسي كل إلى اللقاء شكرا لك شكرا لك اشتركوا في القناة